الوجه الاول يبدأ حالا هذا هو الشريط الواحد والثلاثون من الجزء الثاني من شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي عنوان الفاء العاطفة قومه والفاء للترتيب اعلم ان الفاء تفيد الترتيب سواء كانت حرف عطف او لا فان عطفت مفردا على مفرد ففائدتها ان ملابسة المعطوف لمعنى الفعل المنسوب اليه والى المعطوف عليه بعد ملابسة المعطوف عليه بلا مهلة فمعنى قام زيد فعمر اي حصل قيام عمر عقيب قيام زيد بلا فصل ومعنى ضربت زيدا فعمرا اي وقع الضرب على عمر عقيب وقوعه على زيد واذا دخلت على الصفات المتتالية والموصوف واحد فالترتيب ليس في ملابستها لندلول عاملها كما كان في نحو جاءني زيد فعمر بل في مصادر تلك الصفات كقولك جاءني زيد الاكل فالنائم اي الذي يأكل فينام كقوله يا لهق زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب اي الذي يسبح فيغنم فيأوب وان لم يكن النوصوف واحدا فالترتيب في تعلق مدلول العامل بنوصوفاتها كما في الجوامد نحو قولهم في صلاة الجماعة يقدم الاقرأ فالافقه فالاقدم هجرة فالأفن وان عطفت الفاء جملة على جملة افادت كون مضمون الجملة التي بعدها عقيد مضمون الجملة التي قبلها بلا فصل نحو قام زيد فقعد عمر وقد تفيد الفاء العاطفة للجمل كون المذكور بعدها كلاما مرتبا على ما قبلها في الذكر لا ان مضمونها عقل مضمون ما قبلها في الزمان كقوله تعالى ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس نثوى المتكبرين وقوله وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فإن ذكر ذنب الشيء أو مدحه يصح بعد جري ذكره ومن هذا الباب عطف تفصيل المجمل على المجمل كقوله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن نبني من أهل الآية وتقول أجبته فقوت لبيك وذلك أن نوضع ذكر التفصيل بعد الإجمال ومنه قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا لأن تبوية البأس تفصيل للإهلاك المجمل وقد تجيء رفاء العاطفة للمفرد بمعنى إلى على ما حكى الزجاجي تقول العرب نطرنا من زبالة في الثعلبية بحذف بين مع كونه مرادا ويقيم المضاف إليه مقام المضاف ويعربه بإعرابه وهذا كما تقول هي أحسن الناس ما بين قرن إلى قدم وما بين قرن فقدم وما قرن فقدما ولا يجوز حذفنا لكونه موصولا فلا تقول نطرنا زبالة في الثعلبية ولا هي أحسن الناس قرن فقدما وحكي إجازته عن هشام ومثل قوله فنبك من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي الفاء فيه بنعنى إلى أي منازل بين الدخول إلى حومل إلى توضح إلى المقراه فإن قلت كيف هذا وأنت لا تقول خرجت إلى زيد إلى عمر إذ الفعل لا يتعلق به حرف جر بمعنى واحد كما مر بلا عطف قلت يستعمل في تحديد الأماكن نحو قولك اشتريتنا بين الموضع الفلاني إلى دار زيد إلى دار عمر إلى دار خالد بحذف الواو تخفيفا لدلالة الكلام عليه قال النابرة الجعدي أيا دار سلم بالحرورية بالحرورية السلم إلى جانب الصمان فالمتسلم أقامت به البردين ثم تذكرت منازلها بين الدخول فجرثني ومسكنها بين الغروب إلى اللوى إلى شعب ترعى بهن فعيهمي فإذا كثر ذلك مع حرف الجر أعني إلى فحذفه مع فاء العطف التي هي بمعناه أولى بل هو واجب لانتناع اجتماع حرفي عطف ويجوذ أن يكون المعنى قفى نبكي بين منازل الدخول فمنازل حومل فمنازل توبح فمنازل المقراه وكذا في غير هذا الموضع وأن قوله يا دار مية بالعلياء فالسند أقوة وطال عليها سالف الأمد فالفاء فيه لإفاة الترتيب في الذكر لأنه يذكر في تعريف الأمكنة الأخص بعد الأعم فكأن العلياء موضع وسيع تشتمل على مواضع منها السند فهو كقولك داري لبغداد فالكرخ فإذا نفيت مثلا قولك جاء أنا زيد فعمر فقلت ما جاء أنا زيد فعمر فأنت ناف لتعطيب مجيء عمر لمجيء زيد فيمكن أن يحصل المجيئان في حالة وأن يحصل مجيء عمر قبل مجيء زيد هذا الذي ذكرنا كله حكم فاء العطف والتي لغير العطف أيضا لا تخلو من معنى الترتيب وهي التي تسمى فاء السبب وتختص بالجمل وتدخل على ما هو جزاء مع تقدم كلمة الشرط نحو إن لقيته فأكرمه ومن جاءك فأعطه وبدونها نحو زيد فاضلا فأكرمه وتعريفه بأن يسلح تقدير إلى الشرطية قبل الفاء وجاء المضمون الكلام السابق شرطها فالمعنى في مثالنا إذا كان كذا فأكرمه وهو كثير في القرآن المجيد وغيره قال تعالى أن لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب وقال تعالى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها أي إذا كان عندك هذا الكبر فاخرج وقال رب فأنظرني أي إذا كنت لعنتني فأنظرني وقال فإنك من المنظرين أي إذا اخترت الدنيا على الآخرة فإنك من المنظرين قال فبعزتك أي إذا أعطيتني هذا المراد فبعزتك لأغوينهم وكثيرا ما تكون فاء السببية بمعنى لا مسببية وذلك إذا كاننا بعدها مسببا لما قبله كقوله تعالى أخرج منها فإنك رجيم وتقول أكرم زيدا فإنه فاضل فهذه تدخل على ما هو الشرط في المعنى كما أن الأولى دخلت على ما هو الجزاء في المعنى وذلك أنك تقول زيد فاضل فأكرمه وتعكس فتقول أكرمه فإنه فاضل ثم نعلم أنه لا تنافي بين السيبية والعاطفة فقد تكون سيبية وهي مع ذلك عاطفة عاطفة جملة على جملة نحو يقوم زيد فيغضب عمر لكن لا يلازمها العطف نحو إن لقيته فأكرمه ثم إنه قد يؤتى في الكلام دفاء موقعها موقع السابية وليست بها بل هي زائدة وفائدة زيادتها التنبيه على لزوم بعدها لما قبلها لزوم الجزائر الشرط كما تقدم في الظروف المبنية وقد تجيء زائية في غير هذا الموضع المذكور نحو زيد فوجد عند الأخفش وقوله لا تجزعي إن انفسا أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فتجزعي ثم أعلم أن إفاة الفاء للترتيب لا ينافيها كون الثاني المترتب يحصل بتمامه في زمان طويل إذا كان أول أجزائه متعقبا لما تقدم كقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة فإن اخترار الأرض يبتدئ بعد نزول المطر لكن يتم في مدة ومهلة فجيء بالفاء نظرا إلى أنه لا فصل بين نزول المطر وابتداء الاخترار ولو قال ثم تصبح نظرا إلى تمام الاخترار جاز وكذا قوله تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار نكين ثم خلقنا النطفة علقة نظرا إلى تمام صيرورتها علقة ثم قال فخلقنا فخلقنا العلقة نبغة فخلقنا المبغة عظاما فكثينا العظام لحما نظرا إلى ابتداء كل طور ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر إن نظرا إلى تمام الطور الأخير وإن استبعادا لمرتبة هذا الطور الذي فيه كمار الإنسانية من الأطوار المتقدمة رموان ثم قوله وثم مثلها لمهلة أي مثل فاء في الترتيب إلا أنها تختص بالمهلة والتراخي ومن ثم قال سيبويه في مررت بزيد ثم عمر إن المرور مروران ولا تكون إلا عاطفه ولا تكون للسببية إذ لا يتراخل مسبب عن سيب التام ولا تعطف المفصل على المجمل كالفاء وقد تجيء في الجمل خاصة لاستبعاد مضموننا بعدها عن مضموننا قبلها وعدم مناسبته له كما ذكرنا في قوله تعالى ثم إنشأناه خلقا آخر وكقوله تعالى خلق الصماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فالإشراك بخالق السماوات والأرض مستبعد غير مناسب وهذا المعنى فرع التراخ ومجازه وكذا في قوله تعالى فلق فلق اقتهن العقبة ثم قال ثم كان من الذين آمنوا فإن الإيمان بعيد منزلة من فك الرقبة والإطعام بل لا نسبة بينه وبينهما وكذا قوله وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فإن بين توبة العبد وهي انططاع العبد إليه بالكلية وبين طلب المغفرة بونا بعيدا وقد تجيء ثم لمجرد الترتيب في الذكر والتدرج في درج الارتقاء وذكر ما هو الأولى ثم الأولى من دون اعتبار التراخ والبعد بين تلك الدرج ولا أن الثاني بعد الأول في الزمان بل ربما يكون قبله كما في قوله إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده فالمقصود ترتيب درجات معالي المنبوح فابتداء بسيادته ثم بسيادة أبيه ثم بسيادة جده لأن سيادة نفسه أخص ثم سيادة أبيه ثم سيادة جد وإن كانت سيادة الأب مقدمة في الزمان على سيادة نفسه فثم هناك الفاء في قوله تعالى فبئس مثوى المتكبرين كما ذكرنا وقد تكون ثم والفاء أيضا لمجرد التدرج في الارتقاء وإن لم يكن الثاني مترتبا في الذكر على الأول وذلك أن تكرر الأول بلفظه نحو بالله فبالله أو والله ثم والله وقال وقاله تعالى وَمَا أَدْرَاكَ من تاب وَمَا أَمَنَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى أي بقي على ذلك الهدى من التوبة والإيمان والعمل الصالح كما قيل فهدنا الصراط المستقيم أي أبقنا عليه فاستعمل ثم نظرا إلى تمام البقاء واستبعادا لمرتبة البقاء عليها من مرتبة ابتدائها لأن البقاء عليها أفضل فيكون كما قلنا في قوله ثم أنشأناه خلقا آخر من الوجهين رموان دخول همزة الاستفهان على واو العطف وقد تدخل همزة الاستفهان المفيدة للإنكار على واو العطف كقوله تعالى وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونِ أَوَ كُلَّنَا عَاهَلُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ الآية فقوله أَوَ كُلَّمَا عَطْفٌ عَلَى لَقَدْ أَنْزَلْنَا والهمزة لإنكار الفعل وقد يكون استفهان للتوبيخ أو التقرير إذا دخلت همزته على جنة منفية كقوله تعالى قَالُوا لَوْ لَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ نُوسَى أَوَ لَمْ يَكْفُرُوا عَطَفَ لَمْ يَكْفُرُوا على قَالُوا لَوْ لَا أُوْتِي وكذا تدخل على فاء العطف بالإنكار كقوله تعالى وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمْ فقوله أنت تسمع الصم عطف على وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ أي بعضهم يستمع إليك غير سامع في الحقيقة أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ هَأُولَاءِ الصُّمْ وكذا قوله وَمَنْهُمْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَثْبِي الْعُمِ أي ينظر إليك غير مبصر في الحقيقة وتكون الهمجة للتوبيخ أي التقرير إذا دخلت على النفي وقد تدخل على فاء السابية كقوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء أَفَلَا تَسْمَعُونَ أي إذا كان كذا فلم لا تسمعون وكذا قوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بلول تسكنون فيه أَفَلَا تُبْصِرُونَ فالفاء السابية والهمزة للتوبيخ أو التقرير وكذا تدخل همزة الإنكار على ثم المفيدة للاستبعات كقوله تعالى ماذا يستعجر منه المجرمون أَفَلَّا إِذَا مَا وَقَعَ أَمَيْتُمْ بِهِ فَثُمَّ هَهُنَا بِثْنِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ لأن الإيمان بالشيء مستبعد من استعجاله استهزاء وهذه الحروف ليست بعاطفة على معطوف عليه مقدر كما يدعيه جار الله في الكشاف ولو كانت كما قال لجاز يقوعها في أول الكلام قبل تقدم ما يكون معطوفا عليه ولم تجئ إلا مبنية على كلام متقدم عنوان زيادة الواي والفاء وثم وهذه الحروف الثلاثة تجيء عند الأخفش زائبة والبصريون يؤولون فيما يقبل التأويل صيانة للحروف من الزيادة أما الواي فمثل قوله تعالى فلما أسلنا وتله للجبين وناديناه قال البصريون جواب لما محذوف أي وتله للجبين وناديناه كان هناك ما لا يوصف من ألطافه تعالى وكذا قوله فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقا قلي وأن قوله ولما رأى الرحمن أن ليس فيهم رشيد ولا ناهم أخاه عن الغبر وصب عليهم تغلب ابن توائل فكانوا عليهم مثل راغبة البكر فالمعنى غضب عليهم وصب بحذف المعطوف عليه وكذا قوله فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن إلا كلمة حارم بخيالي أي فإذا إلمامك وذلك الإلمام وعن الفاء ففي قوله أراني إذا ما بدت بدت على هوا فثم إذا أصبحت أصبحت غادية قيل الفاء زائدة وقيل بل زائد ثم لحرمة التصدر وعجوز الأخفش زيد فوجد وزيد فقائم قياسا على زيادة الفاء مستدلا بقول الشاعر وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرمة الحيين خلوا كما هي والفاء في قوله أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع زائدة عند البصريين دون الكوفيين كما مر في بابه وأما ثم فقال الأخفش هي زائدة في قوله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رخبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا نلجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ولا منع من ارتكاب حذف المعطوف عليه أي ألهمهم الإنابة ثم تاب عليهم وكل ما جاء من مثله فإن أنكن الاعتبار عنه فهو أولى وإلا فليحكم بزياية الحرف وأنشد أبو زيد لزياية أم قول الراجز يا دهر أما كان مشي رقصا بل قد تكون مشيتي توقصا قوله وحتى مثلها يعني مثل ثم في الترتيب والمهلة وقال الجزولي المهلة في حتى أقل منها في ثم فهم توسطة بين الفاء التي لا مهلة فيها وبين ثم المفيدة للمهلة والذي أرى أن حتى لا مهلة فيها بل حتى العاطفة تفيد أن المعطوف هو الجزء الفائق إما في القوة أو في الضعف على سائر أجزاء المعطوف عليه وقد يكون تعلق الفعل في المعطوف عليه هو المعطوف بنا بعد حتى أسبق من تعلقه بالأجزاء الأخر كقولك توفى الله كل أبي لي حتى آدم وقد يكون تعلقه به في أثناء تعلقه بالأجزاء الأخر نحو نات الناس حتى الأنبياء فالمقصود أن الترتيب الخارجي لا يعتبر فيها أيضا كما لا يعتبر فيها المهلة بل المعتبر فيها ترتيب أجزاء ما قبلها ذهنا من الأضعف إلى الأقوى كما في مات الناس حتى الأنبياء أو من الأقوى إلى الأضعف كما في قدم الحجاج حتى المشاه قنوان أو وإما وأن قوله وأو وإما وأن لأحد الأمرين مبهما وأما متصلة لازمة لهمزة الاستفهام يليها أحد المستويين والآخر الهمزة بعد ثبيت أحدهما يطلب التعيين ومن ثم لم يجز أرأيت زيدا أم عمر ومن ثم كان جوابها بالتعيين دون نعم أو لا والمنقطعة كبل والهمزة مثل إنها لإبلا أم شاء وإما قبل المعطوف عليه لازمة مع إما جائزة مع أو عنوان أو اعلم أن الأحرف الثلاثة لأحد الأمرين أو أحد الأمور وأو وإما العاطفتان في المعنى سواء إلا في شيء واحد وهو أن أو تجيء بمعنى إلى أو إلا وتجيء أيضا للإضراب بمعنى بل فلا يكون إذن بعدها إلا الجمل فلا تكون حرف عطف بل حرف استئناف وإذا كانت حرف عطف فقد تعطف المفرد على المفرد نحو جاءني زيد أو عمر وقد تعطف الجملة على الجملة نحو ما أبالي أقمت أو قعت وتقول في الاستئناف أنا أخرج اليوم ثم يبدو لك الإقامة فتقول أو أقيم أي بل أقيم على كل حال وهي في هذه الصورة محتملة للعطف فتكون على ذلك التقدير مترددا بين الخروج والإقامة وأما قوله بدت مثل قرن الشمس في رونة الضحى وصورتها أو أنت في العين أنلحوا فلا يحتمل العطف إذ لا يصح قيام الجملة بعدها مقام قوله قرن الشمس كما هو حق المعطوف وكذا في قوله تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون أي بل يزيدون وإنما جاز الإضراب الظل في كلامه تعالى لأنه أخبر عنهم بأنهم مئة ألف بناء على ما يحزر من غير تعمق مع كونه تعالى عالما بآذهم وأنهم يزيدون ثم أخذ تعالى في التحقيق فأضرب عما يغلط فيه غيره بناء منهم على ظاهر الحذر أي أرسلناه إلى جماعة يحزرهم الناس مئة ألف وهم كانوا زائدين على ذلك وكذا قوله تعالى كلمح البصر بناء على ما يقول الناس في التحديد ثم أضرب عما يغلطون فيه في هذه القضية إن قالوا ذلك وحقق وقال أو هو أقرب أي بل هو أقرب وقالوا إن لأول إذا كان في الخبر ثلاثة معانم الشك والإبهام والتفصيل وإذا كان في الأمر فله معنيان التخير والإباحة فالشك إذا أخبرت عن أحد الشيئين ولا تعرفه بعينه والإبهام إذا عرفته وتقصد أن تبهن الأمر على المخاطب فإذا قلت جاءني زيب أو عمر ولم تعرف الجائية منهما فأولي الشك وإذا عرفته وقصدت الإبهام على السامع فهو للإبهام كقول لابود تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر والظهو أنه كان يعرف أنه من أيهما وقال الله تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا والتفصيل إذا لم تشك ولم تقصد الإبهام على السامع كقولك هذا إما أن يكون جوهرا أو عرضا إذا قصدت للسدلال على أنه جوهر لا عرض أو على أنه عرض لا جوهر أو على أنه لا هذا ولا ذاك وأما في الأمر فإن حصل للمأمور بالجمع بين الأمرين صبيلة وشرف في الغالب فهو للإباحة نحو تعلم الفقه أو النحو وجالس الحسن أو النسيرين وإلا فهو للتخير نحو إضرب زيدا أو عمرا والفرق بينهما أن الإباحة يجوز فيه الجمع بين الفعلين والاقتصار على أحدهما وفي التخير يتحتم أحدهما ولا يجوز الجمع هذا ما قيم وينبغي أن تعرف أن جواز الجمع بين الأمرين في نحو تعلم الفقه أو النحو لم يفهم من إما وأو بل ليستا إلا لأحد الشيئين في كل موضع وإنما استفيت الإباحة مما قبل العاطفة وما بعدها معا لأن تعلم العلم خير وزيادة الخير خير فدلالة أو وإما في الإباحة والتخير والشك والإبهام والتفصيل على معنى أحد الشيئين أو الأشياء على السواء وهذه المعاني تارد في الكلام لا من تبل أو وإما بل من تبل أشياء أخر فالشك من تبل جهل المتكلم وعدم قصده إلى التفصيل أو الإبهام والتفصيل من حيث قصده إلى ذلك والإباحة من حيث كون الجمع يحصل به فضولة والتخير من حيث لا يحصل به ذلك وإما في سائر أقسام الطلب فالاستفهام نحو أزيد عندك أو عمر لا يعرض فيه شيء من المعاني المذكورة وإما التمني نحو ليت لي فرسا أو حمارا فالظاهر فيه جواز الجمع إذ في الغالب مع العادات أن من يتمنى أحدهما لا ينكر خصولهما معا وإما التحدود نحو هل لا تتعلم الفقه أو النحو وهل لا تدرب زيبا أو عمر والعرض نحو ألا تتعلم الفقه أو النحو وألا تدرب زيبا أو عمر فك الأمر في الإباحة والتخير بحسب القرينة ولما كثر استعمال أو في الإباحة التي معناها جواز الجمع جاز استعمالها بمعنى الواو قال وكان سياني ألا يسرخوا غنما أو يسرخوه بها واغبرت السوحو فإن سيان بنعنى مستويان وهو بين الشيئين وقال سياني كسر غيفه أو كسر عظم من يظامه الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان أو العاطفة وقد تجيء أو بمعنى إلى أو إلا كما تقدم في مواصب المضارع وإذا نفيت الخبر نحو رأيت زيدا أو عمرا فإن أردت نفي رؤيتهما معا قلت ما رأيت واحدا منهما أو ما رأيت أحدهما أو ما رأيت زيدا ولا عمرا وإن أردت نفي رؤية أحدهما لا رؤيتهما فإن تعين عندك ذلك الواحد وقفت تعينه للمخاطب سميته نحو ما رأيت زيدا أو ما رأيت عمرا وإن لم يتعين عندك أو تعين وقصدت الإبهام قلت ما رأيت زيدا أو عمرا فيكون المعنى ما رأيت أحدهما ورأيت الآخر وكذا إن نفيت الأمر وهو النهي كما إذا قلت مثلا تضرب زيدا أو عمرا لا تضرب زيدا أو عمرا فالقياس يقتبر أن يكون المعنى لا تضرب أحدهما واضرب الآخر كما في الأمر معناه اضرب أحدهما ولا تضرب الآخر فإن قلت فلا يبقى إذن فرق بين الأمر والنهي ولا بين الخبر المثبت والمنفي في رأيت زيدا أو عمرا وما رأيت زيدا أو عمرا قلت لا يبقى فرق في أصل الوضع إلا إذا كان المعدود أكثر من اثنين فإنك إذا قلت اضرب زيدا أو عمرا أو خالدا فالمعنى اضرب أحدهم ولا تضرب الباقيين وإذا قلت لا تضرب زيدا أو عمرا أو خالدا فالمعنى لا تضرب أحدهم واضرب الباقيين وكذا في الخبر نحو رأيت زيدا أو عمرا أو خالدا وما رأيت زيدا أو عمرا أو خالدا وهذا القياس هو مقتبى أصل الوضع ثم بعد ذلك جرت عادتهم أنه إذا استعمل لفظ أحد أو ما يؤدي معناه في الإثبات فمعناه الواحد فقط وإذا استعمل في غير الموجب فمعناه العموم في الأغلب ويجوز أن يراد الواحد فقط أيضا تفسير ذلك أنك إذا قلت في الموجب مصرحا بالواحد رأيت واحدا من زيد وعمر مثلا وكذلك فيما يؤدي معنى الواحد نحو رأيت رجلا منهما أو رأيت زيدا أو عمرا فإن كل واحد من الألفاظ الثلاثة أفاد أنك رأيت واحدا منهما فقط وإذا قلت في غير الموجب ما رأيت واحدا منهما أو ما رأيت رجلا منهما أو ما رأيت زيدا أو عمرا فإن كل واحد من الألفاظ الثلاثة وإن احتمل أن تريد به الواحد فقط فيكون المعنى ما لقيت واحدا منهما ولقيت الآخر لكن الأظهر والأغلب في الاستعمال أن يكون المراد ما لقيت واحدا منهما فكيف لما فوق الواحد أي أن المراد نفي رؤيتهما كليهما وإنما كان كذلك لأن الأصل عدم الرؤية فإذا قلت لقيت واحدا منهما أو ما يؤدي معناه نحو لقيت زيدا أو عمرا فقد أخرجت واحدا منهما مما كان أصله أي عدم الرؤية فيبقى الآخر على أصله أي غير مرئي وأما إذا قلت ما لقيت واحدا منهما أو ما يؤدي معناه وهو ما لقيت زيدا أو عمرا والأصل عدم الرؤية ولم يسرح فيه إلا بعدم رؤية واحد منهما فبقى الآخر على أصله من عدم الرؤية أو لا فيكون نفيا لمطلق الرؤية فإن قلت فإذا كان الأصل عدم الرؤية كان عليك أن لا تأتي المفعول لرأيت لا واحدا ولا أكثر حيث تخشى توخم المخاطب أن هذا الأصل لن يبقى على حاله بل كان يكفيك أن تقول ما لقيت من جنس الرجال فما دعاك إلى تقييد نفي الرؤية بواحد قلت قصد مبالغة وبيان ذلك أن الأصل أي عدم الرؤية بقي على حاله ولم ينتفي بتعلقها بأقل ما يكون أي الواحد فما زاد وإذا تقرر هذا ظهر لك علة قولهم إن النكرة في غير الواجب تفيد العموم في الأغلب وذلك أن النكرة تفيد الوحدة والوحدة في غير الموجب تفيد العموم في الأغلب كما مضى فإن قصدت تنصيص على العموم قلت ما لقيت من رجل ومن واحد وإذا قلت ما لقيت رجلين أو رجالا فالمعنى ما لقيت مثلا واحدا من هذا الجنس وما لقيت جماعة واحدة منه فما عدم من يحتملان للصغراق وغيره ومع من يصير الأول نصا في الصغراقه لجميع مثنيات هذا الجنس والثاني نصا في الصغراقه لجميع جماعاته فظهر أن معنى ما رأيت زيدا أو عمرا ما رأيت زيدا ولا عمرا في الأظهر وكذا معنى لا تدرب زيدا أو عمرا ويحتمل احتمالا مرجوحا لا تدرب أحدهما واضرب الآخر ويندفع هذا الاحتمال لمثل القرينة التي في قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا إذ لا يجوز أن يريد لا تطع واحدا منهما وأطع الآخر لقرينة الإثم والكفر فلفظة أو في جميع الأمثلة موجبة موجبة كانت أو لا مفيدة لأحد الشيئين أو الأشياء ثم معنى الوحدة في غير الموجب يفيد العموم فلم تخرج أو مع القطع بالجمع في انتهاء في نحو ولا تطع منهم آثما أو كفورا عن معنى الوحدة التي هي موضوعة له والله أعلم عنوان إما وأما إما فهو بمعنى أو في جميع الأحكام المذكورة إلا أن المعطوف عليه بإما لابد أن يكون مصدرا بإما أخرى نحو جاءني إما زيد وإما عمر فمدن الكلام مع إما على أحد الشيئين أو الأشياء وأما مع أو فإن تقدم إما على المعطوف عليه نحو جاءني إما زيد أو عمر فالكلام مبني على ذلك وإن لم يتقدم جاز أن يعرض للمتكلم معنى أحد الشيئين بعد ذكر المعطوف عليه تقول مثلا قام زود قاطعا بقيامه ثم يعرض الشك أو قصد الإبهام فتقول أو عمر ويجوز أن يكون شاكا أو مبهما من أول الأمر وإن لم يأتي بحرف دال عليه كما تقول مثلا جاءني القوم وأنت عازم من أول الأمر على الاستثناء بقولك إلا زيدا فإما الثانية في كل كلام لابد لها من تقدم إما أخرى داخلة على المعطوف عليه بخلاف أو فإنه يجوز فيه تقدم إما عليه وعدم تقدمها نحو جاءني إما زيد أو عمر وجاءني زيل أو عمر وقد جاءت إما غير مسبوقة بإما أخرى لكنها تقدر حملا على الكثير الشائع من استعمالها أنشد الفراء تلن بدار قد تقرأ قادم عهدها وإما بأموات ألم خيالها أي إما بدار وإما بأموات وقد تخرف الثانية إلا قال فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني وتلزم الثانيه الواو وربما ترد بلا واو نحو خذ إما هذا وإما ذاك قال يا ليتما أمنا شارت نعامتها إما إلى جنة إما إلى ناري ويروى إما إلى جنة وهي لغة في إما وقالوا إن إما لا تستعمل في النهي وحكى قطرب فتح همزة إما العاطفة وهي عند سيبويه مركبة من إم وماء بدليل حذف ماء للضرورة قال سقته الرواعد من صيف وإن من خريف فليع دماء فارتكب الشاعر حذف إما الأولى وحذف ماء من الثانية وقال لقد كذبتك نفسك فاكذبيها فإن جزعا وإن إجمال صبري قال التقدير إما تجزع جزعا ولا منع من تغير معنى الكلمة وحالها بعد التركيب كما مضى من كون منا بمعنى ربما وقال غيره مفرد غير مركب إذ الإفراد أصل في الحروف وتأور البيتين بإن الشرطية وشرطها كان المحذوفة أي فإن كان جزعا ومنع أبو علي وعبد القاهر من كونها عاطفة لأن الأولى داخلة على ما ليس بمعطوف على شيء والثانية مقترنة بواو العطف فلا تسلحان للعطف وشبهة من جعلها حرف عطف كونها بمعنى أو العاطفة ولا يلزم ذلك فإن معنى المصدرية هو معنى ما المصدرية والأولى تنصب المضارع بخلاف الثانية وقال الأندلسي إن الأولى مع الثانية حرف عطف قدمت تنبيه على أن الأمر مبني على الشك والواو جامعة بينهما عاطفة لإن الثانية على الأولى حتى تصير كحرف واحد ثم تعطفان معا ما بعد الثانية على ما بعد الأولى وهذا عذر بارد من وجوه لأن تقدم بعض العاطف على المعطوف عليه وعطف بعض العاطف على بعضه وعطف الحرف على الحرف غير موجود في كلامهم فالحق أن الواو هي العاطفة وإن مفيدة لأحد الشيئين غير عاطفة والواو في نحو قوله إما إلى جنة إما إلى نار مقدرة قوله وأن المتصلة لازمة لهمزة الاستفهان إلى آخره عنوان أن المتصلة وأن المنقطعة اعلم النأم على ضربين متصلة ومنفصلة فالمتصلة تختص بثرينة أشياء أحدها تقدم الهمزة إما للاستفهان نحو أزود عندك أم عمر أو للتسوية نحو سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم وقد يجيء شرح همزة التسوية وهذه الهمزة قد تكون مقدرة قبل أن المتصل في الشعر قال لعمري ما أدري وإن كنت داري بسبع رمين الجمر أم بثماني وقال لعمرك ما أدري وإن كنت داري شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري وقال كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الربا بخيارك وليس بكثير وربما تجيء هل قبل المتصلة على الشدود نحو هل زيد عندك أم عمر وإنما لزمت الهمزة في الأغلب دون هل لأن أم المتصلة لازمة لمعنى الاستفهام وضع وهي أداة الاستفهام التي قبلها بمعنى أي الشيئين فشاركت همزة الاستفهام التي هي أيضا عريقة في باب الاستفهام وعادلتها حتى كانتا بمعنى أي وأما هل فإنها دخيرة في معنى الاستفهام لأن عصبها قد نحو قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر وأما المنقطعة فقد لا يتقدمها الاستفهام وقد يتقدمه الاستفهام بالهمزة أو بهل ولا تقع بعد غيرهما من أسماء الاستفهام إذا كان الاستفهام بأمل عن اسم داخل في أموم اسم الاستفهام المتقدم وفي حكم المنسوب إليه لأن أسماء الاستفهام إذا استفهن بها عمت في الجميع فتغني عن كل استفهام بعدها فلا تقول من عندك أم عندك عمر لأن معنى قولك أم عندك عمر مستفاد من قولك من عندك وإذا من يكن داخلا في أموم الاستفهام المتقدم نحو من عندك أم عندك حمار وأين زيد أم عندك عمر أو في الحكم المنسوب إليه نحو من عندك أم ضربت عمرا ومن تضرب أم من تشتم جاز وقوعها بعدها وثانيها أنه يجب أن يستفهن بها عن شيئين أو أشياء ثابت أحدهما أو أحدها عند المتكلم لطلب التعين لأنها مع الهمزة بمعنى أي ويستفهم بأي عن التعين فيكون المعطوف مع المعطوف عليه بتقدير استفهام واحد لأن المجموع بمعنى أي فجوابه بالتعين وأن في المنقطعة فلا يثبت أحد الأمرين عند المتكلم بل ما قبل أم وما بعدها على كلامين لأنه إضراب عن الكلام الأول وشروع في استفهام مستأنف فهي إذن بمعنى بل التي تذل على أن الأول وقع غلطا في نحو قولهم إنها لإبل أم شاء أو بمعنى بل التي تكون لانتقال من كلام إلى آخر لا بتدارك الغلط كما في قوله تعالى أن يقولون افتراه وقوله أن اتخذ مما يخلق بنات وفيها مع معنى بل معنى الهمزة الاستفهامية في نحو إنها لإبل أم شاء والهمزة الإنكارية في نحو أم يقولون افتراه وقد تجيء بمعنى بل وحدها كقوله تعالى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين إلا معنى للاستفهامها هنا وكذا إذا جاءت بعدها أداة الاستفهام كقوله تعالى أم هل تستوي الظلمات والنور وقوله تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم وقوله أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف إذا ما ضن بالنبني فهي في مثله بمعنى بل وحدها والمقصود أن الكلام معها على كلامين دون المتصلة ولهذا سميت منقطعة وسميت الأولى متصلة لكونهما مع الهمزة التي قبلها كأي وجواب المنقطعة لا أو نعم لأنه استفهام مستأنف وثالثها أنه يليها المفرد والجملة بخلاف المنقطعة فإنه لا وليها إلا الجملة ظاهرة الجزئين نحو أزيد عندك أم عندك أمر أو مقدرا أحدهما نحو إنها لإبل أم شاء أي أم هي شاء قال جر الله لا يجوز حفظ أحد جزئي الجملة بعد المنقطعة في الاستفهام لألا تلتبس بالمتصلة ويجوز في الخبر إذ لا يلتبس ثم أعلم أنه إذا ولي المتصلة مفرد فالأولى أن يري الهمزة قبلها مثل ما وليها سواء لتكون أم مع الهمزة بتأويل أي والمفردان بعدهما بتأويل المضاف إليه أي فنحو أزيد عندك أم عمر بمعنى أيهما عندك وأفي السوق زيد أم في الدار بمعنى في أي الموضعين هو وتجوز المخالفة بينما وليهما نحو أعندك زيد أم عمر وأزيد عندك أم في الدار وألقيت زيدا أم عمر جوازا حسنا كما قال سيبويه لكن المعادلة أحسن وإن ولي أم والحمزة جملتان مشتركتان في أحد الجزئين فإن كانت فعليتين مشتركتين في الفاعل نحو أقمت أم قعدت وأنام زيد أم انتبه فهي متصية ويجوز مع عدم التناسب بين معنى الفعلين أن تكون منقطعة نحو أقام زيد أم تكلم وإن كانت فعليتين متساويتين نظم مشتركتين في الفعل نحو أقام زيد أم قام عمر أو اسميتين كذلك مشتركتين في جزء نحو أزيد قائم أم هو قاعد وأزيد أخي أم عمر هو فالأولى أن أن في الصور الثلاث منقطعة لأنك كنت قادرا على الاكتفاء المفرد منها لو قصدت الاتصال والمفرد أدل على كونها متصلة وعلى كون ما قبلها وما بعدها في تقدير كلام واحد فلو أردت الاتصال قلت في الأولى أزيد قام أم عمر وفي الأخيرتين أقائم زيد أم قاعد وأزيد أخي أم عمر فأدودك إلى الجملتين مع القدرة على المفردين دليل الانتصال وأن في الفعليتين المشتركتين في الفاعل فلا تقدر على الاكتفاء المفردين منهما لأن كل فعل لا بد له من فاعل وأما إن جئت بعدهما بجملتين غير مشتركتين في جزء نحو أزيد قائم أم عمر قاعد وأقائم زيد أم قاعد عمر وأقام زيد أم قاعد عمر وكذا أبرب زيد عمرا أن قتله خارد لأن المشترك فيه فضله لا جزء جملة فالمتأخرون على أنها منفصلة لا غير والمصنف والأندلسي جوز الأمرين فإن كانت متصلة فالمعنى أي هذين الأمرين كان وليس ما ذهب إليه ببعيد بلى إن وقع الاختلاف بين الجملتين إنما بكيون إحداهم اسمية والأخرى فعلية نحو أقام زيد أم عمر قاعد أو بتقديم خبر إحدى اسميتين وتأخير خبر الأخرى نحو أقائم زيد أم عمر قاعد وأبكر قائم أم قائم عمر فالظاهر فيها الانفصال أن قوله تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون فجاز اختلاف الجملتين مع أنها متصلة لأمنهم من الالتباس بالمنطقة لأن التسوية لا معنى فيها دل منفصلة فعلى هذا إن كان بعد أن نفرد لفظا وتقديرا فهي متصلة قولا واحدا وقبلها الهمزة في الأغلب لفظا أو تقديرا وإن كان بعدها جملة فإن لم يكن قبلها الهمزة لا ظاهرة ولا مقدرة فهي منقطعة قولا واحدا إلا في الشاذ القليل نحو هل زيد قائم أم عمر وإن كان قبلها الهمزة مريزة المتصلة عن المنفصلة بما ذكرت لك الآن وقال سبويه أم في قولك أزيد عندك أم لا منقطعة كان عند السائل أن زيدا عنده فاستفهم ثم أدركه مثل ذلك الظن في أنه ليس عنده فقال أم لا وإنما عدها منقطعة لأنه لو سكت على قوله أزيد عندك لعلم المخاطب أنه يريد أهو عندك أم ليس عندك فلابد أن يكون لقوله أم لا فائدة مجددة وهي تغير ظن كونه عنده إلى ظن أنه ليس عنده وهذا معنى الانططاع والإضراب عنوان شرح معنى التسوية في الهمزة وأم وأما همزة التسوية وأم التسوية فهم التان تليان قولهم سواء وقولهم لا أبالي ومتصرفاته نحو قولك سواء علي أقمت أم قعت ولا أبالي أقام زيد أم قعد فعند المحاة قولهم أقمت أم قعت جملتان في تقدير مفرديني معطوف أحدهما على الآخر دواو العطف أي سواء علي قيامك وقعودك فقيامك مبتدأ وقعودك عطف عليه وسواء خبر مقدم وقد أجاز أبو علي أيضا أن يكون سواء مبتدأ وأقمت أم قعت خبره لكونهما في الظاهر فعلين قال أبو علي إننا جعل الفعلان مع الحرفين في تأويل اسميني بينهما واو العطف لأننا بعد همزة الاستفهام وما بعد عديلتها مستويان في علم المستفهم لأنك إنما تقول أقمت أم قعت إذا استوى عندك قيام المخاطب وقعوده فتطلب بهذا السؤال التعين فلما كان الكلام استفهاما عن المستويين أقيمت همزة الاستفهام وعديلتها معما بعدهما مقام المستويين وهما قيامك وقعودك وهذا كما أقيم لفظ النداء مقام الاختصاص في أنا أفعل كذا أيها الرجل لجامع الاختصاص فكل منادا مختص ولا ينعكس وكل استفهام بأمن متصلة تسوية ولا ينعكس والذي يظهر لي أن سواء في مثله خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمران سواء علي ثم بين الأمرين بقوله أقمت أم قعت وهذا كما في قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم أي الأمران سواء وسواء لا يثنى ولا يجمع وكأنه في الأصل مصدر وحكى أبو حاتم تثنيته وجمعه ورده أبو علي وقولك أقمت أم قعت بمعنى إن قمت وإن قعت والجملة الاسمية المتقدمة أي الأمران سواء دالة على جواب الشرق أي إن قمت وإن قعدت فالأمران سواء ولا شك تتضمن الفعل بعد سواء وما أبالي معنى الشرق ولذلك استهدن الأخفش على ما حكى أبو علي عنه في الحجة أن يقع بعدها الاتدائية نحو سواء علي أو ما أبالي أدرها من مالك أم دينار ألا ترى إذا إفاية الماضي في مثله معنى المستقبل وما ذلك إلا لتضمنه معنى الشرق وأن قوله تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أن أنتم صامتون فلتقدم الفعلية وإلا لم يجز ومن وقوع الاسمية موطع الفعلية قوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء أي فلتستو لتقدم الاستفهام الدالي عليه ومن ذلك قوله لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري وكذلك استقبح الأخفش وقوع المضارع بعدهما نحو سواء علي أتقوم أم تقعد وما أبالي أتقوم أم تقعد لكون إفاية الماضي معنى الاستقبال أدل على إراية معنى الشرط فيه قال أبو علي وإما يدل على ما قال الأخفش أن ما جاء في التنزيل من هذا النحو جاء على مثال الماضي قال الله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم وسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم وقال سواء عليك اليوم أنصاعت النوى بخرقاء منحى لك الصيف ذابح وقال ما أبالي أنبب الحزن تيس أم جفاني بظهر غيب اللئيم وأما قوله فإنك لا تبالي بعد حول أضب كان أمك أم حمار فقد مر في باب كان أن تقديره أكان ضب كان أمك نحو وإن أحد من المشركين استجارك وإنما أفات الهمزة فائدة إلى الشرطية لأن إن تستعمل في الأمر المفروض وقوعه المجهول في الأغلب فلا يقال إن غربت الشمس وكذا حرف الاستفهام يستعمل فيما لم يتيقن حصوله فجاز قيامها مقامها فجردت عن معنى الاستفهام وكذا أم جردت عن معنى الاستفهام وجعلت بمعنى أو لأنها مثلها في إفاية أحد الشيئين أو الأشياء فمعنى سواء علي أقمت أم قعت إن كنت أوقعت ويرشدك إلى أن سواء ساد نسد جواب الشرط لا خبر مقدم أن معنى سواء أقمت أم قعت ولا أبالي أقمت أم قعت في الحقيقة واحد ولا أبالي ليس خبرا لمبتدأ بل المعنى إن كنت أوقعت فلا أبالي بهما وقول ابن سينا سيان عندي إن بروا وإن فجروا فليس يجري على أنثالهم قلم يقوي ذلك وإن لم يكن الاستشهاد بمثله مرضيا وأما مجيء الهمزة وأم أو الهمزة وأو بعد باب دريت وعلمت نحو ما أدري أزيد عندك أم عمر ولا أعلم أزيد عندك أو عمر فليس من هذا الباب إذ لا معنى للشرط فيه كما في الذي نحن فيه وإن قصدت معنى التسوية في الشرط في غير لفظي سواء وما أبالي فالغالب التصريح بأو في موضع أم بلا همزة استفهام قبلها نحو لأضرب منه قام أو قعد والمعنى ذلك المعنى والتقدير ذلك التقدير إذ المقصود إن قام أو قعد فلا أضرب منه أي قيامه وقعوده مستويان عندي لا يمنعني أحدهما من ضربه ويجب تكيير الشرط سواء كان مع أو أو مع أم لأن المراد التسوية في الشرط بين شيئين أو أكثر فلا يجوز ما أبالي قام ولا لأضربنه قام وإنما غلب في سواء وما أبالي الهمزة وأم المتصلة مع أنه لا معنى للاستفهام ها هنا بل المراد الشرط لأن بين لفظ سواء ولا أبالي وبين معنى الهمزة وأم المتصلة جامعا ومناسبة وهو التسوية فهي التي جوزت الإتيام بهما بعد اللفظين بفجريد الهمزة وأم عن معنى الاستفهام وجعلهما بمعنى إن وأو كما تقدم ويجوز مع هذا بعد سواء ولا أبالي أن تأتي بأو مجردا عن الهمزة نحو سواء علي قمت أوقعت ولا أبالي قمت أوقعت بتقدير حرف الشرط قال ولست أبالي بعد آل مطرف حتوف المنايا أكثرت أو أقلتي انتهى الشريط الواحد والثلاثون من شرح الكافية وله بطية على الشريط الثاني والثلاثين الوجه القوى يبدأ حالا هذا هو الشريط الثاني والثلاثين من القسم الثاني من شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي نواصل القراءة تحت أنوان معنى التسوية في الحمزة وأم قال أبو علي لا يجوز أو بعد سواء فلا تقول سواء علي قمت أوقعت قال لأنه يكون المعنى سواء علي أحدهما ويرد عليه أن معنى أم أيضا أحد الشيئين أو الأشياء فيكون معنى سواء علي أقمت أم قعت سواء علي أيهما فعلت أي الذي فعلت من الأمرين لتجرد أي عن معنى الاستفهام وهذا أيضا ظاهر الفساد وإنما لزنه ذلك في أو وفي أم لأنه جعل سواء خبرا مقدما ما بعده مبتدأ والوجه كما ذكرنا أن يكون سواء خبرا مبتدأ محذوث سادا مسب جواب الشرط وجوز الخلول في غير سواء ولا أباني أن يجري مجراهما فيذكر بعده أن والحمزة نحو لأضربنه أقام أم قعد مستدلا بصحة قولك لأضربنه أي ذلك كان وهو بمعنى أقام أم قعد وليس ما قال ببعيد لأن معنى التسويت مع غيرهما أيضا ظاهر أي قيامه وقعوده مستويان عني لا يمنعني أحدهما من ضربه كما تقدم ذكره قال إذا منتهى علمي تناهيت عنده أطال فأملا أم تناها فأقصر روى أو تناها فالهمزة فالهمزة في أطال ليست استفهامية بل أطال ناض من الإطالة ورى أم تناها فالهمزة استفهامية وطال ناض من الطول ولا تجيء بالهمزة ولا أفعلنه كائنا ما كان كائنا فيهما حال من المفعول ومن وما في محل النصب على أنهما خبران لكائنا وهما موصوفان والضمير الراجع إليهما من الصفة محذوف أي كانه وفي كائنا وكان ضمير راجع إلى ذي الحال أي كائنا أي شيء كانه قال المصنف كل موضع قدرت فيه الجملتان أي المعطوفة إحداهما على الأخرى بالحال فأو نحو لأضرب المهو قام أو قاعدا إذ المعنى قائنا كان أو قاعدا وإن قدر الكلام بالتسوية من غير استفهام فأم نحو ما أضاني أقمت أم قعدت هذا كلامه ولقائر أي طالبه باختصاص معنى الحالية بأو وقد ذكرنا أن كل موضع يجوز فيه أو يجوز فيه أم وبالعكس وعلم أن الفرق بين أو وأم المتصلة في الاستفهام أن معنى قولك أزيدا رأيت أو أمر أأحدهما رأيت وجوابه لا أو دعم ومعنى قولك أزيدا رأيت أم عمرا أيهما رأيت وجوابه بالتعين كأن تقول زيلا أو تقول عمرا فالسؤال بأو لا يمكن أن يكون بعد السؤال بأم لأنك في أم عالما بوجود أحدهما عنده فكيف تسأل أما تعلم وتقول أزيد أفضل أم عمر أي أيهما أفضل من الآخر ففيه ذكر المفضول معنا ولو قلت أزيد أفضل أو عمر لم يجز إلا إذا كان المفضول معلوما للمخاطب إلي المعنى أأحدهما أفضل وذلك إنما يكون إذا قال لك مثل شخص عندي غدر أفضل من بكر ثم حضر زيد وعمر فتقول أزيد أو عمر أفضل أي أحدهما أفضل من بكر وحيث أشكل عليك الأمر في أو وأن المتصلة فقدر أو بأحدهما وأن بأيهما تقول أه الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية والمراد أحدهما أفضل من ابن الحنفية أم ابن الحنفية أفضل من أحدهما والمعنى أيهما أفضل من أحدهما وابن الحنفية والجواب أحدهما قوله ومن ثم لن نجز أرأيت زيدا أم عمرا أي لأنه لم يلهم المستويان إذ أحدهما فعل والآخر اسم وقد تقدم أن سيبويه قال إن مثل هذا جائز حسن إلا أن نحو أزيدا رأيت أم عمرا أحسن وأولى قوله ومن ثم كان جوابها التعيين أي بكومها لطلب التعيين غوان معنى لا وبل ولكن وشرط العطف بها قوله ولا وبل ولكن لأحدهما معينا ولكن لازمة للنفي اعلم أن لا يفي الحكم عن مفرد بعد إيجابه للمتبوع فلا تجيء إلا بعد خبر موجب أو أمر ولا تجيء بعد الاستفهان والتنمي والعرض والتحضيد ونحو ذلك ولا بعد النهي تقول ضربت زيدا لا عمرا وابرب زيدا لا عمرا ولا تعطف بها رسمية ولا الماضي على الماضي فلا يقال قام زيد لا قعد لأنه جملة ولفظة لا موضوعة لعطف المفادات وقد تعطف مضارعا على مضارع وهو قليل نحو أقوم لا أقود والمجوز مضارعته للسم فكأنك قلت أنا قائم لا قاعد ولا يجود تكريرها كسائل حروف العطف لا تقول قام زيد لا عمر لا بكر كما تقول قام زيد وعمر وبكر ولو قصدت ذلك أدخلت الواوة في المكرر فقلت ولا بكر ولا خالد فتخرج لا عن العطف وتتمحض لتأكيد النفي لدخول العاطف عليها وهذه الزائدة لا تدخل على العلم تقول أنت غير قائما ولا القاعد وغير القائم ولا القاعد ولا تقول أنت غير زيد ولا عمر بل تقول غير زيد وعمر وقد مر هذا في تسم الأسماء ومنع الزجاج من مجيء إلى العاطفة بعد الفعل الماضي ورب عليه بقول امرئ القيس كأن دثارا حلقت بلبونه عقاب تنوفى لا عقاب القوائل تنوفى ثمية والقوائل صغار الجبال وقال بعضهم ليس أيضا تكون عاطفة كلا قال وإذا أقربت قربا فالزهي إنما يجزي الفتى ليس الجمل والظاهر أنها على أصلها والخبر محذوف أي ليس الجمل جازية عنوان بل وأما بل فإما أن يليها مفاد أو جملة وفي الأول هي لتدارك الغلط ولا يخلو أن تكون بعد نفي أو نحي أو بعد إيجاب أو أمر فإن جاءت بعد إيجاب أو أمر لحوقام زيد بل عمر فهي لجعل المتبوع في حكم المسكوت عنه من ثوبا حكمه إلى التابع فيكون الإخبار عن قيام زيد غلطا يجوز أن يكون قد قام وإن يقم أفدت ببل أن تلفظك باسم المعطوف عليه كان غلطا عن عمد أو عن سبق لسان ونقل صاحب النظم عن الكوفيين أنهم لا يجوزون العطف ببل بعد الإيجاب والظاهر أنه وهم من الناقل فإنهم يجوزون عطف المفرد بلكن بعد الموجب حم على بل كما نقل عنهم الأنبار والأندلس فكيف ينعون هذا وإذا عطفت ببل مفردا بعد النفي أو النفي فالظاهر أنها للإضراب أيضا ومعنى الإضراب جعل الحكم الأول موجبا كان أو غير موجب كلمسكوت عنه بالنسبة إلى المعطوف عليه ففي قولك ما جاءني زيد بل عمر أثادت بل أن الحكم على زيد بعدم المجيء كالسكوت عنه يحتمل أن يصح هذا الحكم فيكون زيد غير جاء ويحتمل أن لا يصح فيكون قد جاءك كما كان الحكم على زيد بالمجيء في جاءني زيد بل عمر احتمل أن يكون صحيحا وأن لا يكون وهذا الذي ذكرنا ظاهر كلام الأندلسي وقال ابن المالك بل بعد النفي والنهي كلاك بعدهما وهذا الإطلاق منه يعطي أن عدم مجيء زيد في قولك ما جاءني زيد بل عمر متحقق بعد مجيء بل أيضا كما كان كذلك فيما جاءني زيد لكن عمر بالاتفاق وبه قال المصنف لأنه قال فيما جاءني زيد بل عمر يحتمل إثبات المجيء لعمر مع تحقيق نفيه عن زيد والظاهر ما ذكرناه أولا وهذا كله حكم بل بالنظر إلى ما قبلها وأما حكم ما بعد بل الآتيح بعد النفي أو النهي فعند الجمهور أنه مثبت فعمر جاءك في قولك ما جاءني زيد بل عمر فكأنك قلت بل جاءني عمر فبل أبطلة النفي والاسم المنسوب إليه نجيء قالوا والضليل على أن الثاني نثبت حكمهم بامتناع النصب فيما زيد قائما بالقاعد ويجب الرفع كما مر في بابه وعند المدرد أن الغلط في الاسم المعطوف عليه فقط فيبقى الفعل المنفي مسندا إلى الثاني فكأنك قلت بل ما جاءني عمر كما كان في الإثبات الفعل المنجب مسندا إلى الثاني وإذا بممت لا إلى بل بعد الإيجاب أو الأمر نحو قام زيد لا بل عمر واضرب زيدا لا بل عمرا فمعما لا يرجع إلى ذلك الإيجاب أو الأمر المتقدم لا إلى ما بعد بل ففي قولك لا بل عمر نفيت بلا القيام عن زيد وأثبتته لأمر ببل ولو لم تجئ بلا لكان قيام زيد كما ذكرنا في حكم المسكوت عنه يحتمل أن يثبت وأن لا يثبت وكذا في الأمر نحو اضرب زيدا لا بل عمرا أي لا تدرب زيدا بل اضرب عمرا ولولا لا المذكورة لا احتمل أن يكون أمرا لضرب زيد وأن لا يكون مع الأمر لضرب عمر وكذا لا الداخلة على بل بعد النهي والنفي راجعة إلى معنى ذلك النفي أو النهي مؤكية لمعناهما وما بعد بل باق على الخلاف المذكور بين المبرد والجمهور ولا تجيء بل المفردة العاطفة للمفرد بعد الاستفهام لأنها لتدارك الغلط الحاصر من الجزم بحصول مبنون الكلام أو طلب تحصيله ولا جزم في الاستفهام لا بحصول شيء ولا بتحصيله حتى يقع الغلط فيتدارك وكذا قيل إنها لا تجيء بعد التحضيض والتمني والترجي والعرض والأولى أنه يجوز استعمالها بعد ما يستفاد منه معنى الأمر والنهي كالتحضيض والعرض وأما بل التي تليها الجمل ففائدتها الانتقال من جملة إلى أخرى أهم من الأولى وقد تجيء للغلط والأولى تجيء بعد الاستفهام أيضا كقومه تعالى أتأتون الذكران من العالمين إلى قومه بل أنتم قوم عادون والتي لتدارك الغلط نحو ضربت زيدا بل أكرمته وخرج زيدا بل دخل خالد وقد تشترك الجملتان في جزء وقد لا تشتركان عنوان لكن وأما لكن فشرطها مغايرة ما قبلها لما بعدها نفي وإثبات من حيث المعنى لا من حيث اللف كما مر في المثقلة فإذا عطفت بها المفرد ولا يكون في ذلك المفرد معنى النفي لأن حروف النفي إنما تدخل الجمل وجب أن يكون لكن بعد النفي لتغاير ما بعدها لما قبلها نحو ما جاءني زيد لكن عمر وقد مر معنى للسراك في المشددة فعدم مجيء زيد باق على حاله لم يكن الحكم به منك غلطا وإنما جئت بلاك دفعا لتوحم المخاطب أن عمر أيضا لم يجئ كزيد فهي في عطف المفرد نقيبة لا لأنها للإثبات للثاني بعد النفي عن الأول ولا للنفي عن الثاني بعد الإثبات للأول وأجاز الكفريون نجيء لكن العاطفة المفرد بعد الموجب أيضا نحو جاءني زيد لكن عمر حمّا على بل وليس لهم به شاهد وكلم وضع لكن لمغايرة ما بعدها لما قبلها يدفع ذلك إلا أن لا يسلم هذا الوضع وإذا وليها جملة وجب أيضا المغايرة المذكورة كما ذكرنا في المشددة وتقع بعد جميع أنواع الكلام إلا بعد الاستفهام والترجي والتمني والعرض والتحضوب على ما قيل وذهب يونس إلى أنها في جميع مواقعها مخصفة من الثقيلة وليست بحرف عطف وليها مفرد أو جملة وذلك ليواز دخول الواوي عليها ففي المفرد يقدر العامل بعدها ويشكر ذلك عليه إذا وليها مجرور بلا جار نحو ما مررت بزيد لكن عمر فالأولى كما قال الجزولي إنهم في المفرد عاطفة انتجردت عن الواو وأما مع الواو فالعاطفة هي الواو ولكن المجرد الاسبراك واخترى فيما بعدها الجمل أن تكون مخصفة لا عاطفة صحبتها الواو أولى لموافقته الثقيلة في مجيء الجملة بعدها وهو مع الواو ليست بعاطفة اتفاقا وأما المجردة عنه فإن وليها المفرد فعاطفة خلافا ليونس وإن وليها جملة فطول عاطفة وهو ظاهر مذهب الزمخشري فلا يحسن الوقف على ما قبلها وطيل مخصفة كما هو مذهب الجزولي فيحسن الوقف على ما قبلها لكونها حرف ابتداء عنوان حروف التنبيه ألا أما ها قوله حروف التنبيه ألا وأما وها اعلم أن ألا وأما حرف استفتاح يدأ بهم الكلام وفائدتهم المعنوية توكيد مضمون الجملة وكأنهما مركبتان من همزة الإنكار وحرف النفي والإنكار نفي ونفي نفي إثبات وركب الحرفان لإفاية الإثبات والتحقيق فصار بمعنى إما إلا أنهما غير عاملين يدخلان على الجملة خبرية كانت أو طلبية سواء كانت الطلبية أمرا أو نحيا أو استفهانا أو تمنيا أو غير ذلك وتختصان بالجملة بخلافها وفائدتهم اللفظية كون الكلاي بعدهما مبتدأا به وقد نسب التنبيه إليهما كما هو مذهب المصنف في هذا الكتاب عنوان ألا وتدخل ألا كثيرا على النداء وأما كثيرا على القسم وقد تبدل همزة أما هاء وعينا نحو هما وعمى وقد تحذف ألفها في أحوال الثلاث نحو أما وهما وعمى وقد تجو ألا عند الخليل حرف تحضود أيضا كما ذكرنا عنه في قوله ألا رجلا جزاه الله خيرا عنوان أما وقد جاءت أما بمعنى حقا فتفتح أن بعدها كمر في باب إنا وأما أما وألا للعرض فهما حرفان يختصان بالفعل ولا شك في كونهما إذا مركبين من حمزة الإنكار وحرف النفي وليستها كحرفين استفتاح لأنهما بعد التركيب تدخلان على الجملتين الاسمية والفعلية بلا خلاف والمتالي للعرض تختصان بالفعلية على الصحيح كما قال الأندلسي وأجاز المصنف دخولهما على الاسمية أيضا كما مر في باب لا التبريئة وأما ها فتدخل من جميع المفردات على أسماء الإشارة كثيرة لما ذكرنا في بابها ويفصل كثيرا بين أسماء الإشارة وبينها إما بالقسم نحو ها الله ذا وقوله تعلمنا ها لعمر الله ذا قسنا فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلكوا وإما بالضمير المرفوع منفصل نحو ها أنتم أولا وبغيرهما قليلا نحو قوله ها أنت عذرة إن لم تكن نفعت فإن صاحبها قد تاه في البلد وقوله ونحن اقتفلنا المال نصفين بيننا فقلت لهم ها ذا لها ها وذا لي أي وهذا لي ومذهب الخليل أنها المطدمة في جميع ذلك كانت متصلة باسم الإشارة أي كان القياس الله هذا ولعمرك هذا قسما وأنتم هؤلاء وإنها تا عذرة والدليل على أنه فصل حرف التنبيه عن اسم الإشارة ما حكى أبو الخطاب عن من ينفق به هذا أنا أفعل وأنا هذا أفعل في موضعي ها أنا ذا أفعل وحدث يمس هذا أنت تقول كذا وعلم أنه ليس المراد بقولك ها أنا ذا أفعل أن تعرف المخاطب المخاطب مخاطب نفسك وأن تعلمه أنك لفت غيرك لأن هذا محال بل المعنى فيه وفي ها أنت ذا تقول وها هو ذا يفعل استغراب وقوع مضمون الفعل المذكور بعد اسم الإشارة من المتكلم أو المخاطب أو الغائب كأن معنى ها أنت ذا تقول وها أنت ذا يضربك زيد أنت هذا الذي أرى لا من كنا نتوقع منه أن لا يقع منه أو عليه مثل هذا الغريب ثم بيّنت بقولك تقول وقولك يضربك زيد الذي استغربته ولم تتوقعه قال الله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم فالجملة بعد اسم الإشارة لازمة لبيان الحالة المستغربة ولا محل لها إذ هي مستأنفة وقال البصريون هي في محل نصب على الحال أيها أنت ذا قائلا قالوا والحال ها هم لازمة لأن الفائثة معقولة بها والعامل فيها حرف التنبيه أو اسم الإشارة ولا أرى للحال فيه نعنا إذ ليس المراد أنت المشار إليه في حال قولك وجلز بعضهم أن تكون ها المقدمة في نحو ها أنت ذا تفعل غير منوين غير منوين دخولها على ذا استدلالا لقوله تعالى ها أنتم هؤلاء ولو كانت هي التي كانت مع اسم الإشارة لم تعد بعد أنتم ويجوز أن يعتبر للخليل بأن تلك الإعادة للبعد بينهما كني أعيد فلا تحسبنهم لبعد قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون وأيضا قوله تعالى ها أنتم هؤلاء دليل على أن المقصود في ها أنتم هؤلاء هو الذي كان مع اسم الإشارة ولو كان في صدر الجملة مع الأصل لجاز من غير اسم الإشارة نحو ها أنت زيد ومن حكز مخشري من قولهم ها إن زيد منطلق وها أفعل كذا مما لم أعثر له على شاهد فلولا أن تقول إن هاء التنبيه مختص باسم الإشارة وقد يفصل عنه كما مر ولم يثبت دخولها في غيره من الجمل والمفردات وقد عدم المالك يا من حروف التنبيه قال وأكثر ما يليها منادا أو أمر نحو ألا يسجد أو تمن نحو يا ليتني كنت معهم أو تقليل نحو ميريا يا ربتنا غارة وقد يليها فعل المدح والذن والتعجب ومن جعلها حرف نداء فقط قدر في يمير هذه المواضع منادا بخلاف من جعلها حرفة به ولذنبع حروف التنبيه صدر الكلام كما للاستفهام كما تقبل إلا ها الداخلة على اسم الإشارة غير مفصولة فإنها تكون إما في الأول أو الوسط بحسب ما يقع اسم الإشارة عنوان حروف النداء قوله حروف النداء يا وأيا وهيا للبعيد وأي والهمزة للقريب وقد تنبوى منادا في النداء والمشهور استغنالها في النداء وقد جاء بهمزة بعدها ألف وآي بهمزة بعدها ألف بعدها يا ساكنة فياء عمها أي نادى به القريب والبعيد وقال الزمخشري هي للبعيد قال وأن يا الله ويا ربي مع كونه تعالى أقرب إلى كل شخص من حبل وريده فلس صغار الداعي لنفسه واستبعاده لها عن مرتبة المدعو تعالى وما ذكره وما ذكره المصنف أولى لاستعمالها في القريب والبعيد على السواء ودعو المجاز في أحدهما أي التأويل خلاف الأصل وآيا وحيا وآ وآي ووا في البعيد وآي والحمزة في القريب عنوان حروف الإيجاب أي فاضها الفرق بينها في الاستعمال حروف الإجاب نعم ودلا وآي وأجل وجيري وإن فنعم مقررة لما سبقها ودلا مختصة بإيجاب النفي وإن إثبات بعد الاستفهان ويلزمه القسم وأجل وجيري وإن تفقيق للخبر قوله مقررة لما سبقها أي مثبتة لما سبقها من كلام خبري سواء كان مجبا نحو نعم في جواب من قال قام زيد أي نعم قام أو منفيا نحو نعم في جواب من قال ما قام زيد أي نعم ما قام وكذا تقدر ما بعد حرف الاستفهان مثبتا كأن نحو نعم في جواب من قال أقام زيد أي نعم قام أو منفيا نحو نعم في جواب من قال ألم يقم زيد أي نعم لم يقم فنعم بعد الاستفهام ليست للتصديق لأن التصديق إنما يكون للخبر فالأولى أن يقال هي بعد الاستفهام لإثباتنا بعد أذات الاستفهام مثل كان أو إثباته ومن ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما لو قالوا في جوابي ألست بربكم نعم لكان كفرا فيصح بهذا الاعتبار أن يقال لها حرف إيجاب أي إثباتنا بعد حرف الاستفهام لكن الأظهر في الاستعمال أن يقال الإيجاب في الكلام المثبت للمنفي والمستفهامين وجلز بعضهم إيقاع نعم موطع بلا إذا جاءت بعد همزة داخلة على نفي لفائت التقرير أي الحمد على الإقرار والطلب له فيبيض أن يقال في جواب ألست بربكم وألم نشرح لك صدرك نعم لأن الهمزة للإنكار دخلت على النفي فأفايت الإيجاب ولهذا غطف على ألم نشرح قوله ووضعنا عنك وزرك فكأنه قال شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك فتكون نعم في الحقيقة تصديقا للخبر المثبت المؤول به لا تقريرا لما بعد همزة الاستفهام فلا يكون جوابا من الاستفهام لأن جواب الاستفهام يكون من بعد أداته بل هو كما لو قيل قام زيد بالإخبار فتقول نعم مفدقا للخبر المثبت فالذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما مبني على كيم نعم تقريرا لما بعد الحمزة والذي جلزه هذا القائل مبني على كيمه تقريرا لما دلول الحمزة مع حرف النفي فلا يتنقض القولان والدول على جواب استعمال ما قال هذا القائل قول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمر وإيانا فذاك لما تداني نعم وأرى الهلال كما تراه ويعلوها النهار كما علاني أي أن الليل يجمع أم عمر وإيانا نعم وقد اشتهر في العرف ما قال هذا القائل فلو قيل لك أليس لي عليك دينار فقلت نعم لزمت بالدينار بناء على العرف الطارئ على الوضع أي وجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان أحرف الجواب وفي نعم أربع لغات المشورة فتح النون والعين والثانية كسر العين وهي كنانية والثالثة كسر النون والعين والرابعة نحم بفتح النون وقلب العين المفتوحة حاء كما قلبت الحاء عينا في حتى وتقع نعم في جواب الأمر نحو نعم لمن قال زرني أي أزورك وتقول نعم لمن قال لا تدربني أي لا أضربك ولو قلت نعم في جواب التحضيض نحو هلا تزورني كان المعنى الإيجاب أي نعم أزورك وكذا في جواب العرض نحو ألا تزورنا عنوان بلى قوله وبلى مختصة بإيجاب النفي يعني أن بلى تنقض النفي المتقدم سواء كان ذلك النفي مجردا نحو بلى في جواب من قال ما قام زيد أي بلى قد قام أو كان مقرونا باستفهام فهي إذن لنقض النفي الذي بعد ذلك الاستفهام كقوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى أي بلى أنت ربنا وزعم بعضهم أن بلى تستعمر بعد الإيجاب مثدما بقوله وقد بعدت بالوصل بيني وبينها بلى إن من زار القبور ليبعدا أي ليبعدا بالنوم الخفيفة واستعمال بلى في البيت لتصديق الإيجاب شاذ وزعم الفراو أن عصلها بلى زيدت عليها الألف للوقف فلذا كانت للرجوع عن النفي كما كانت بل للرجوع عن الجحدي فيما قام زيد بل عمر والأولى كونها حرفا برأسها ولا يجاب بنعم وبلاء ولا بغيرهما من حروف الإيجاب استفهام إلا إذا كان بالحرف وهو الهمزة وهل وأما أسماء الاستفهام فإن جواب من ما هو أخص منه فلو قلت في جواب من جاءك شخص أو إنسان لن يجز لأن الأول أعمو والثاني مساوين فلم تعرف السائل ما لم يعرفه بل تقول إن رجل أو زيد وكذا من الداخل على الإسم كما يقال من الرجل فتقول زيد أو واحد من بني تمين وأما جواب ما فإن كان سؤال عن الماهية فنحو إنسان أو فرس أو بقر أو غير ذلك من الألواع وإن كان سؤال عن صفة الماهية نحو ما زيد فنحو عالم أو ظريف أو فارس كما تقدم في الموصولات وجواب أي المضاف إلى المعارف معرفة نحو زيد أو عمر أو أنا أو ذاكا في جواب من قال أي الرجال فعل ذلك أو نكرة مختصة بالوصف نحو رجل رأيته في موضع كذا وجواب أي المضاف إلى المكرة ما يصلح وصف لتلك المكرة نحو عالم أو كاتب في جواب أي وجل أو نكرة مخصصة بالنعت وجواب كيف لا يكون إلا نكرة وجواب كم تعيين العدد معرفة كان أو نكرة ومن عبد السراج كونه معرفة وجواب متى وأيام تعيين الزمين دون المبهن منه وجواب أين وأما المكان الخاص وجواب الهمزة مع أم الاسم وجواب الهمزة وحدها أو مع أو وجواب هل نعم أو بلى أو لا عنوان إي قوله وإي إثبات بعد الاستفهام وينزمها القسم لا شك في غلبة استعمالها مسبوقة بالاستفهام وذكر بعضهم أنها تجيء لتصديق الخبر أيضا وذكر ابن مالك أن إي بمعنى نعم فإن أراد أن يقع مواقع نعم فينبغي أن يقع بعد الخبر موجبا كان أو من فيه فيكون لتقرير الكلام السادق كنعم سواء يقال لا تضربني فتقول إي والله لا أضربك وكذا يقال ما ضرب زيد فتقول إي والله ما ضرب وهذا مخالف للشرطين اللذين ذكرهم المصنف أعني نزوم سبق الاستفهام وكوزها للإثبات وإن أراد للتصديق مثل نعم وإن لم يقع مواقعها فكذا جميع حروف التصديق ولا يستعمل بعد إي فعل القسم فلا يقال إي أقسمت لربي ولا المقسم به بعدها إلا الرب والله والعمري تقول إي والله وإي الله بحذف حرف القسم ونسب الله وإي هالله ذا وإي وربي وإي لعمري وإذا جاء بعدها لفت الله فإن كان معها نحو إي هالله ذا فقد مرت الوجوه الجائزة فيه في باب القسم ويذب جر الله إذا لميابة حرف التنبيه عن الجار وإن تجردت عنها فالله منصوب بفعل القسم المقدر وفي إي ثلاثة أوجه حذفوها للساكنين وفتحوها تبيينا لحرف الإيجاب وإبقاؤها ساكنة والذنب بين الساكنين مبالغة في المحافظة على حرف الإيجاب بخون آخره عن التحريك والحذف وإن كانوا يلزموا ساكنان على غير حده لأنهما في كلمتين إجراء لهم مجرى كلمة واحدة كالضالين وتمود بالثوب كما فيها الله وهذا أيضا من خصائص لفظة الله عنوان أجل قولي وأجل وجوري وإما تسبيق للخبر سواء كان الخبر موجدا أو منفيا ولا تجيء بعد ما فيه معنى الطلب كالاستفهان والأمر وغيرهما وحكى الجرهري عن الأخفش أن نعم أحسن من أجل في الاستفهان وأجل أحسن من نعم في الخبر فجوز على ما ترى مجيئها في الاستفهان أيضا وأما جوري فقد مضى شرحها في القسم في حروف الجر وأما إما فقال سيبويه هي في قول ابن قيس الرقيات ويقول نشيب قد علىك وقد كبرت فقلت إنه حرف تسبيق للخبر منذرة أجل والهاء للسكت وقال إن فيه للتحقيق والهاء اسمها والخبر محذوف أي إنه كذلك وقال ابن قول ابن زبير لفضارة ابن شريك لفضارة ابن شريك حين قال له لعن الله ناقة حملتني إليك إن وراكبها نص في كونها للتصديق لكنه يدل على أنه تجيء لتقرير مضمون الدعاء وهو خلاف ما قال المسلف من أن ثلاثتها لتصديق الخبر عنوان حروف الزيادة وموابع زيادة كل منها قوله حروف الزيادة إن وأن وما ولا ومن والباء واللام فإن مع ما نافية وقلت مع المسترية ولما وأن مع لما وبين لو والقسم وقلت مع الكاف وما مع إذا ومتى وأي وأين وإن شرقا وبعض حروف الجر وقلت مع المضاف ولا مع الواوي بعد النفي وبعد أن المسترية وقلت قبل القسم وشدت مع المضاف ومن والباء واللام تقدم ذكرها قيل فائية الحرف الزائد في كلام العرب إما معنوية وإما لفظية فالمعنوية تأكيد المعنى كما تقدم في من الاستغراطية والباء في خبر ما وليس فإن طيل فوجب أن لا تكون زائدة إذا أفادت فائية معنوية قيل إنما سميت زائدة لأنه لا يتغير بها أصل معنى بل لا يزود بسابها إلا تأكيد المعنى الثابت وتقويته فكأنها لم تفد شيئا لما لم تغير فائيتها العربة الفائدة الحاصلة قبلها ويرظمهم أن يعبوا على هذا إن ولا مرد ابتداء وعنفظ التأكيد أسماء كانت أولى زوائد وان يقولوا به وبعض الزوائد يعمل كالباء ومن الزائتين وبعضها لا يعمل نحو فدمها رحمة وأن الفائية اللفظية فهي تزيين اللفظ وكون زيائتها أفصح أو كون الكلام بسابها تهيئ الاستقامة وزن الشعر أو لحسن السجع أو غير ذلك من الفوائد اللفظية ولا يدوذ خلوها من الفوائد اللفظية والمعنوية معا وإلا لعدة عبثا ولا يدوذ ذلك في كلام الفصحاء ولا سيما في كلام الباري تعالى وأنبيائه وعلمته عليهم السلام وقد تستمع الفائيتان في حرف وقد تنفرد أحدهما عن الأخرى وإنما سمت هذه الحروف زوائد لأنها قد تقع زائرة لا لأنها لا تقع إلا زائدة بل يقوعها غير زائرة أكثر وسميت أيضا حروف الصلة لأنه يتوصل بها إلى زوائد الفصاحة أو إلى إقامة يزن أو سجع أو غير ذلك أما إن فتزاد مع ماء النفيه كثيرا لتأكيد النفي وتدخل على الاسم والفعل نحو وما إن طبنا جبل ولكن مليانا ودولة آخرين ونحو قوله ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرب بكا زندا وقلت زيادتها مع ماء المصدرية نحو انتظرني ما إن جلس القاضي ومع ماء بسمية نحو قوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وكذا بعد أداء الاستفتاحية نحو أداء إن قام زيت وكذا معلمنا بعد بلد زيادة أن المفتوحة بعدها هي المشهورة تقول لما أن جلست جلست فتحا وكسرا والفتح أشهر عنوان أن وأن أن فتكثر زيادتها بعد لما نحو فلما أن جاء البشير وبين لو والقسم وقد مر في القسم أن مذهب سيبوير موطئة للقسم قبل لو كما أن اللان موطئة قبل إن وسائر كلمات الشرط فقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاقا نبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة الآية ويجيء الكلام فيه وقد تزاد في الإنكار نحو أنا أليه وقلت بعد كذا التشبيه نحو ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ضمية تعطو إلى وارق السلم بالجر وليست في قوله تعالى وأن عسى أن يكون وأن لو استقاموا وأن أقم وجهك زائدة كما توحم بعضهم بل الأوليان مخففتان والثالثة مفسرة كما تقدم في نواصد الفعل عنوان ما وأن ما فتزاد مع الخمس الكلمات المذكورة إذا أفادت معنى الشرط نحو إذا ما تكرمني أكرمك أكرمك بغير الجزم ومتى ما تكرمني أكرمك بمعنى متى تكرمني ولا تفيدها ما معنى التكرير ولو أفادته لم تكن زائدة فمن قال إن متى للتكرير فمتى ما مثله ومن قال ليست للتكرير فكذا متى ما وأيما تفعل أفعل وأينما تكن أكن فإنما ذهبن لك وقد تدخل بعد أيانا أورا قليلا ويجيء حكمنا مع أن في نوري التوكيد قوله شرطا تقيد لجميع ما ذكر من إذا ومتى وأي وأين وإن لأنها كلها تستعمل شرطا وغير شرط وزيادة ما فيها مختصة بحال الشرطية ولم يعد ما الكافة وإن لم يكن لها معنى من الزوائد لأن لها تأثيرا قويا وهو منع العامل من العمل وتهيئته لدخول ما لم يكن له أن يدخله وعلى وعلى نذهب من أعمل ليتما وإنما وأخواتهما تكون ما زائدة وليست في حيثما وإذ ما زائدة لأنها هي المصححة لكونهما جازمتين فهي الكافة لهما أيضا عن الإضافة وينبغي أن لا تعد في نحو بعين ما أريمك ومن عبة ما ينبتن شكيرها زائدة لأنها هي المصححة لدخول النون في الفعل على ما يجيء في بابها وقد مضى الخلاف في مثل مثلا ما في الموصولات وقد تجاد بعد بعض حروف الجر نحو فلما رحمة وعما قليل ومما خطيئاتهم زيد صديقي كما عمر أخي وقيل إنها بعد حرف الجر نكرة مجرورة ومجرور بعدها بدر منها وكذا قيل في لا سيما زيد بالجر كما مر في باب الاستثناء وما في هذه اللفظة لازمة وقلت زيادتها بعد المضاف نحو من غير ما جرم وأيما الأجرين قضيتوا ومثلما أنكم تنطقون وقيل فيها أيضا إنها نكرة والمجرور بدل منها عنوان عنوان وأما لا فتزاد بعد الواو العاطفة بعد نفي أو نهي وقد مر ذكرها في باب حروف العطف نحو ما جاء زيد ولا عمر وهي وإن عدت زائية لكنها رافعة لاحتمال أحد المجيئين دون الآخر كما مر في حروف العطف والعجب أنهم لا يرون تأثير الحروف معنويا كالتأكيد في الباء ورفع الاحتمال في لا هذه وفي مير السغراطية مانعا من كون الحروف زائبة ويرون تأثيره لفظيا ككونها كافة مانعا من زيادتها وتزاد بعد أن المصدرية نحو ما معك ألا تسجد ولألا يعلم أهل الكتاب وجاءت قبل المقسم به كثيرا للإذان بأن جواب القسم منفي نحو لا والله لا أفعل قال لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر وجاءت قبل أقسم قليلا وعليه حمل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة وشدت بعد المضاف نحو في دئر لا حور ثرى لا حور ثرى وما شعر والحور الهلكة وأما من والباء واللام والكاث فقد تقدم ذكرها في حروف الجر عنوان حرف التفسير أي وأن واختصاص كل منهما قوله حرف تفسير أي وأن فأم مختصة بما في معنى القول اعلم أن الفرق بين أي وأن أن أي يفسر بها كل مبهم من المفرد نحو جاءني زيد أي أبو عبد الله والجملة نحو هريق دمه أي مات قال وترميني بالطرف أي أنت مذنب وتلقيني لكن إياك لا أقلي وأن لا تفسر إلا مفعولا مقدرا للفظ دال على معنى القول مؤد معناه فقوبه تعالى وناديناه أي يا إبراهيم فقوبه يا إبراهيم تفسير لمفعول نادينا المقدر أي ناديناه بشيء وللفظ هو قولنا يا إبراهيم وكذلك قولك كتبت إليه أن قم أي كتبت إليه شيئا هو قم فأن حرف ديال على أن قم تفسير للمفعول به المقدر لكتبت وقد يفسر المفعول به الظاهر كقوله تعالى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقل فيه وقوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله فقوله طلبية وعند صاحب المذهب يجوز أن يكون جميع المحكوم بكونها مفسرة مسترية إذا دخلت على أمر أو نهي متصرف لأن له إذا مسترى وفضل سبريه على جواز كونها مسترية بدخول حرف الجر عليها في نحو أوعزت إليه بأن قم ويجوز أن يقال هي زائدة لكرافة دخول الجار على ظاهر الفعل والمعنى أوعز إليه بهذا اللفظ وقيل إن أن في قوله أن اعبد زائدة والأصل عدم الحكم بالزيادة ما كان للحكم بالإضافة محتمل وتمسك المجز تفسيرها مفعول صريح القول بقوله تعالى وانطلق الملأ منهم أنمشوا فقال التقدير قائلا بعضهم لبعض أنمشوا ووجب إما بأنه زائد أو بأن صريح القول المقدر كالفعل المؤول بالقول في عدم الذهور أو بأن انطلق مضمن بمعنى القول لأن المنطلقين المذلس يتفاعدون فيما جرى فيه أو بأن انطلق الملأ بمعنى انطلقوا في القول وشرعوا فيه وينبغي وينبغي أن تعرف أن ما بعد أن المفسرة ليس من صدت ما قبلها بل يتم الكلام دونه ولا يحتاج إليه إلا من جه تفسير المبهم المقدر فيه فقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ليست أن فيه مفسرة لأن قوله تعالى أن الحمد لله رب العالمين خبر المبتداء المتقدم ولا منع لو ارتكب مرتكب أن المسمات بالمفسرة زائدة في مفعول ما هو بمعنى القول فمعنى أمره أن قم أي قال له قم بتأويل أمر بقال أو بتقدير قال بعده على الخلاف المذكور في أفعال القلوب وأن زائدة وهذا يطرد في جميع الأمثلة عنوان الحروف المصدرية وما يقع بعد كل منها من الجمل قوله حروف المصدر ما وأن وأن فالأولان للفعلية وأن للإسمية ما أما فتوصل بالفعل المتصرف إذ الذي لا يتصرف لا مصدر له حتى يؤول الفعل مع الحرف به ولا توصل بالأمر لأنه ينبغي أن يفيد المصدر المؤول به ما مع الفعل ما أفاده ما مع ذلك الفعل وإلا فليس مؤولين به ألا ترى أن معنى بما رحبت وبرحبها شيء واحد وكذلك معنى علمت أنك قائم وعلمت قيامك شيء واحد والمصدر المؤول به أن مع الأمر لا يفيد معنى الأمر فقولك كتبت إليه أن قم ليس لمعنى القيام لأن قولك بالقيام ليس فيه معنى طلب القيام بخلاف قولك أن قم ويتبين بهذا أن صلة أن لا تكون أمرا ولا نهيا خلافا لما ذهب إليه سيبويه وأبو علي ولو جاز كون صلة الحرف أمرا لجاز ذلك في صلة أن المشددة وما وكي ولو ولا وجز ذلك اتفاقا وتختف ما المصدرية بنيابتها عن ظرف الزمان المضاف إلى المصدر المؤول هي وصلتها به محو لا أفعله ما ذر شارق أي مدة ما ذر أي مدة ذروره وصلتها إذن في الغالب فعل ماضي ماضي اللفظ ماضي اللفظ مصبت كما ذكرنا أو منفي بلم محو تهددني ما لم تنقمي ومعناها الاستقبال كما مر في داب الماضي ويطل كونها فعلا مضارعة وصلتنا المصدرية لا تكون عند سيبويه إلا فعلية وجوز غيره أن تكون اسمية أيضا وهو الحق وإن كان ذلك قليلا كما في نهج البلاغة نقو في الدنيا ما الدنيا باقية وقال الشاعر أعلاقة إن الوليد بعدنا أثمين رأسك كالثرام المخلس واجاز المظن كون سلتها جارا ومجرورا فيجوز على مذهبه ما خلا زيد وما عدا زيد بالزر ومي مصدرية عنوان أمن وأمن أمن المصدرية فلا تدخل إلا على الفعل المتسرف وهو 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 ماض كقوله تعالى لولا أمن الله علينا أو مدارع ولها فيه خاصة تأثيران آخران نسبه وتخصيصه بالاستقبال أو أمر أو نهي على مذهب السيبويه كامر وتميم وأسد يقلبون همزتها عين وينشدون أعن ترسمت من خرقاء منزلة ناء الصبابة من عينيك مسجون وأما أن المشددة فتوصل بمعموليها إذا كانت عاملة وإذا كفت فبالجملة الاسمية أو الفعلية ومي الحروف المصدرية كي إذا دخلتها لام التعليل نحو بكي تخرج وهو بمعنى أن وتختص بالمضارع وقد ذكرنا الخلاف فيها في نواصل الفعل المضارع فمن حتى مكونها حرف جرد لم يجعلها في مثالها مسترية بل قدر أم بعدها عنوان لو ومنها لو إذا جاءت بعد فعل يفحى منه معنى التمني نحو قوله تعالى ودوا لو تبهم وقال تجاوزت أحراسا إليها ومعشري علي حراسا ليسرون مقتلي وصلتها كصلتني إلا أنها لا تنوب عن ظرف الزمان وقد يستغنى بلو عن فعل التمني فينصب الفعل بعدها مقرونا بالفاء نحو لو كان لي مال فأحج أي أتمنى وأود لو كان لي مال قال تعالى لو أن لي كرة فأكون من المحسنين عنوان حروف التحبوض اختصاصها بالفعل قوله حروف التحبوض حماء وأنّا ولولا ولوما لها صدر الكلام وتلزم الفعل نفظا أو تقديرا اعلم أن معناها إذا دخلت في الماضي التوبيخ واللوم على ترك الفعل ومعناها في المضارع الحب على الفعل والطلب له فهي في المضارع بمعنى الأمر ولا يكون التحبوض في الماضي الذي قد فات إلا أنه تستعمل كثيرا في لوم المخاطب على أنه ترك في الماضي شيئا يمكنه تداركه في المستقبل فكأنها من حيث المعنى للتحبوض على فعل مثل ما فات وقد ما تستعمل في المضارع أوضا إلا في موضع التوبيخ واللوم على ما كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يطلب منه فإن خل الكلام من التوبيخ فهو العرض فتكون هذه الأحرف للعرض وتستعمل في ذلك المعنى أما مخصفة أيضا ولو التي فيها معنى التمني نحو لو نزلت فأكلت وأما نحو أما تعطف علي قوله وتلزم الفعل الماضي لفظا نحو لولا أرسلت ولولا تأتينا أو تقديرا نحو قوله تعبون عقرى النيب أفضل مزدكم بني بوترى لولا الكمية المقنعة ويجوز هلا زيدا ضربته وجاءت بسمية بعدها في ضرورة الشعر نحو قوله يقولون لولا أرسلت بشفاعة إرية فهلا نفس لولا شفيعها وإذا وليلها الظرف فهو منتصب بالفعل الذي بعده لا بمقدر قبله كما في قوله تعالى وليلا إذ دخلت جنتك قلت لأن الظرف اتسع فيه وعما إذا كان الفاصل منصوبا غير الظرف نحو هلا زيدا ضربت فهو على الخلاف الذي مضى ولزومها صدر الكلام بما مر قبله وقد تجيء الفعلية بعد لولا غير التحضورية قال أنا زعمت أسماء أن لا أحدها فقلت بما لولا ينازعني شغلي فتؤول بلولا فهي إذن لو التي هي من انتناع الثاني الأول وقيل هي لولا المختصة برسمية والفعل سلة لأن المقدرة كما في قولهم تسمع بالمعيدي لا أن تراه انتهى الشريط الثاني والثلاثون من القسم الثاني من شرح الكافية وله بقية على الشريط الثالث والثلاثين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثالث والثلاثون من القسم الثاني من شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي عنوان حرف التوقع معناه وشرطه وأوجه استعماله قوله حرف التوقع قد وهي في الماضي للتقريب وفي المضارع للتقليل هذا الحرف إذا دخل على الماضي أو المضارع فلابد من معنى التحقيق ثم إنه ينضاف في بعض المواضع إلى هذا المعنى في الماضي التقريب في الحال مع التوقع أن يكون مصدره متوقعا لمن تخاطبه واقعا عن قريب كما تقول لمن يتوقع ركوب الأمير قد ركب أي حصل عن قريب ما كنت تتوقعه ومنه قول المؤذن قد قامت الصلاة ففيه إذن ثلاثة معاني مجتمعة التحقيق والتوقع والتقريب وقد يكون مع التحقيق التقريب فقط ويجوز أن تقول قد ركب لمن لم يكن يتوقع ركوبه ولا تدخل على الماضي غير المتصرف كنعمة وبئسة وعسى وليسة لأنها ليست بمعنى الماضي حتى تقرب معناها من الحال وتدخل أيضا على المضارع المجرد من ناصب وجازم وحرف تنفيس فينضاف إلى التحقيق في الأغلب التقليل نحو إن الكذوب قد يصدق أي بالحقيقة يصدر منه الصدق وإن كان قليلا وقد تستعمل للتحقيق مجردا عن معنى التقليل نحو قد نرى تقلب وجهك في السماء وتستعمل أيضا للتكثير في موضع التمدح كما ذكرنا في ربما قال تعالى قد يعلم الله المعوقين وقال قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصادي ولا تفصل عن الفعل إلا بالقسم نحو قد والله لق الله وقد لعمري قال كذا وقد يغني عن الفعل دليل فيحذف بعدها قال أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي عنوان حرف الاستفهام هل والهمزة والفرق بينهما قوله حرف الاستفهام الهمزة وهل لهما صدر الكلام تقول أزيد قائم وأقام زيد وكذا هل والهمزة أعم تصرفا تقول أزيدا ضربت وأتضرب زيدا وهو أخوك وأزيد عندك وأثم إذا ما وقع وأفمن كان وأو من كان دون هل قوله لهما صدر الكلام لما مر في باب إنا قوله أزيد قائم وأقام زيد وكذلك هل يعني تدخلان على الجملة الاسمية والفعلية إلا أن الهمزة تدخل على كل اسمية سواء كان الخبر فيها اسما أو فعلا بخلاف هل فإنها لا تدخل على اسمية خبرها فعل نحو هل زيد قام إلا على شدود وذلك لأن عصلها أن تكون بمعنى قد فقيل أهل قال أهل عرفت الدار بالغريين وكثر استعمالها كذلك ثم حجفت الهمزة لكثرة استعمالها استغناء بها عنها وإقامة لها مقامها وقد جاءت على الأصل نحو قوله تعالى هل أتى على الإنسان أي قد أتى فلما كان أصلها قد وهي من لوازم الأفعال ثم تطفلت على الهمزة فإن رأت فعلا في حيزها تذكرت عهودا بالحما وحنت إلى الإلف المألوف وعانقته وإن لم تره في حيزها تسلت عنه ذاهلة ومع وجود الفعل لا تقنع به مفسرا أيضا للفعل المقدر بعدها فلا يجوز اختيارا هل زيدا ضربته كما مر في المنصوب على شريطة التفسير قوله والهمزة أعم يعني أنها تستعمل فيما لم تستعمل فيه هل منها أنه لا يقال هل زيد خرج لا على كون زيد مبتدأ ولا على كونه فاعل لفعل مقدر ولا يقال هل زيدا ضربت على أن زيدا منصوب بما بعده ولا بمقدر ولا يقال هل زيدا ضربته على أن زيدا منصوب بمقدر كل ذلك لما تقدم ومنها أن الهمزة تستعمل في الإثبات للاستفهام أو للإنكار أيضا قال تعالى أتقولون على الله ما لا تعلمون وقال الشاعر أطربا وأنتق النسري ومن ذلك أزيدنيه في الإنكار ولا تستعمل هل للإنكار وإذا دخلت الهمزة على النافي فلمحض التقرير أي حمل المخاطب على أن يقر بأمر يعرفه نحو ألم نشرح وألم يجدك وأليس ذلك بقادر وهي في الحقيقة للإنكار وإنكار النفي إثبات وأما هل فلا تدخل على النافي أصلا ومنها أن الهمزة تستعمل مضطردا مع أن التسوية ولا تستعمل هل معها إلا شاذا كما مر وتختص هل بحكمين دون الهمزة وهما كونها للتقرير في الإثبات كقوله تعالى هل ثوب الكفار أي ألم يثوب وقولهم هذه بتلك وهل جزيتك يا عمر وإفادتها إفادة النافي حتى جاز أن يجيء بعدها إلا قصدا للإيجاب كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي ومن خصائص الهمزة أن تدخل على الفاء والواو وثم كما تقدم في حروف العطف ولا تدخل هل عليها لأنها فرع الهمزة فلا تتصرف تصرفها وهذه الحروف تدخل على هل ولا تدخل على الهمزة لكونها أصلا في الاستفهام الطالب للتصدر قال تعالى فهل أنتم مسلمون وقال الشاعر وهل أنا إلا من غزية البيت وتقول إن أكرمتك فهل تكرمني ولا تقول فأتكرمني كما مر في الجوازم وتقول أسلم عليه ثم هل يلتفت إلي ولا تجيء الهمزة بعد أم ويجوز ذلك في هل وسائر كلم الاستفهام لعروض معنى الاستفهام فيها كما تبين من نذهب سيبويه أعني حذف همزة الاستفهام قبل هذه الأسماء وعراقة الهمزة في الاستفهام فلا يجمع بين حرفي استفهام قال أم هل كبير بكى لم يقضي عبرته إثر الأحبة يوم البين مشكومه وقال الله تعالى أم من يجيب المضطر إذا دعاه وقال الشاعر أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف إذا ما ضن باللبني وغير ذلك وإذا جاءت أم بعد اسم استفهام فلابد من إعادة ذلك الاسم بعد أم نحو من يطعمني أم من يسطيني وأين آكل أم أين أشرب إذا قصدوا إشراك ما بعد أم فيه فلا يجوز من يطعمني أم يسطيني وإن لم يقصد إشراكه فيه نحو من يطعمني أم يسطيني زيت جازا وإنما وجب إعادته مع الإشراك فيه لأن أم منقطعة إذ المتصلة لا بد لها من تقدم الهمزة وأم المنقطعة حرف استئناف وهي بمعنى بل وسادج الاستفهام الذي هو معنى الهمزة فلا تفيد معنى الأسماء الاستفهامية المتقدمة لأن معناها أشياء مقرونة بمعنى الاستفهام فإذا قصدت معناها ولم يستفد من أم لا بالعطف لأن المنقطعة حرف استئناف كما ذكرنا ولا بالتضمين كما تضمنت معنى الهمزة لم يكن لك بد من التصريح بها بعد أم وأما هل فيجوز فيها ترك الإعادة لأنها لسادج الاستفهام كالهمزة ويجوز الإعادة تشبيها بأخواتها الاسمية في عدم العراقة وقد جمعها الشاعر في قوله هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذن أتك اليوم وصروم أم هل كبير بكى لم يقضي عبرته إثر الأحبة يوم البين مشكوم وربما أبدلت هاء هل حمزة ومن خواص الهمزة جواز ذكر المفرد بعدها اعتمادا على ما سبق من ذكر ما يتم به ذلك المفرد في كلام متكلم آخر نحو قولك منكرا أو مستفهما أزيد أو أزيدا أو أبزيد جوابا لمن قال جاءني زيد أو رأيت زيدا أو مررت بزيد ولا تقول هل زيد وهل زيدا وهل بزيد عنوان حروف الشرط إن ولو والفرق بينهما قوله حروف الشرط إن ولو وأما لها صدر الكلام فإن للاستقبال ولو للمضي ويلزمان الفعل لفظا أو تقديرا ومن ثم قيل لو أنك بالفتح لأنه فاعل وانطلقت بالفعل موضع منطلق ليكون كالعوض وإن كان جامدا جاز لتعذره إنما كان لها صدر الكلام لما تقدم في باب إن قوله فإن للاستقبال يعني سواء دخلت على المضارع أو الماضي وكذا لو للمضي على أيهما دخلت قال تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر هذا وضعها كما مر في الظروف المبنية ومر فيها طرف من أحوالهما ومذهب الفراء أن لو تستعمل في المستقبل كإن وذلك مع قلته ثابت لا ينكر نحو أطلب العلم ولو بالصين ثم إن النحاة قالوا إن لو لامتناع الثاني لامتناع الأول وقال المصنف بل هي الامتناع الأول لامتناع الثاني قال وذلك لأن الأولى سبب والثاني مسبب والمسبب قد يكون أعمى من السبب كالإشراق والحاصل من النار والشمس قال فالأولى أن يقال لانتفاء الأول لانتفاء الثاني لأن انتفاء السبب يدل على انتفاء كل سبب وفيما قال النظر لأن الشرط عندهم ملزوم والجزاء لازم سواء كان الشرط سابا كما في قولك لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا أو شرطا كما في قولك لو كان لي مال لحججت أو لا شرطا ولا سابا كقولك لو كان زيد أبي لكنت ابنه ولو كان النهار موجودا لكانت الشمس طالعة والصحيح أن يقال كما قال المصنف هي موضوعة لامتناع الأول لامتناع الثاني أي أن امتناع الثاني دل على امتناع الأول لكن لا للعلة التي ذكرها بل لأن لو موضوعة ليكون جزاؤها مقدر الوجود في الماضي والمقدر وجوده في الماضي يكون ممتنعا فيه فيمتنع الشرط الذي هو ملزوم لأجل امتناع لازمه أي الجزاء لأن الملزوم ينتفي بانتفاء لازمه وقد يجيء جواب لو قليلا لازم الوجود في جميع الأزمنة في قصد المتكلم وآية ذلك أن يكون الشرط مما يستبعد استلزامه لذلك الجزاء بل يكون نقيض ذلك الشرط أنسب وأليق باستلزام ذلك الجزاء فيلزم استمرار وجود ذلك الجزاء على كل تقدير لأنك تحكم في الظاهر أنه لازم للشرط الذي نقيضه أولى باستلزام ذلك الجزاء فيكون ذلك الجزاء لازما لذلك الشرط ولنقيضه فيلزم وجوده أبدا إذ النقيضان لا يرتفعان مثاله لو أهنتني لأكرمتك فإذا استلزمت الإهانة الإكرام فكيف لا يستلزم الإكرام الإكرام ومنه قوله تعالى ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام إلى قوله ما نفذت كلمات الله أي لبقيت وقول عمر رضي الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه أي لو أمن لأطاع وقوله تعالى ولو أثنعهم لتولوا ولكون لو بمعنى الماضي وضعا لم يجزم بها إلا الطرارا لأن الجزم من خواف المعرب والماضي مبني قال لو يشأ طار به ذو ميعة لاحق الآطال نهد ذو خصل وزعى بعضهم أن جزمها مضطلد على بعض اللغات قوله وتلزمان الفعل لفظا أو تقديرا أما في نحو لو ذات سوار لطمتني ولو زيدا ضربته فلا كلام في تقدير الفعل وأما في نحو لو زيدا ضربت فينبغي أن يكون على الخلاف الذي ذكرنا في إن زيدا ضربت وجاء في الضرورة شرطها اسمية قال لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري وهذا من باب وضع الاسمية موضع الفعلية كما في قوله فهل لا نفس ليلى شفيعها قوله ومن ثم قيل لو أنك بالفتح لأنه فاعل هذا مذهب مبرد أعني تقدير الفعل بعد لو التي تليها أن وقال السرافي إن الذي عندي أنه لا يحتاج إلى تقدير الفعل ولكن أن تقع نائبة عن الفعل الذي يجب وقوعه بعد لو لأن خبر أن إذن فعل ينوب لفظه عن الفعل بعد لو فإذا قلت لو أن زيدا جاءني فكأنك قلت لو جاءني زيد قوله انطلقت موضع منطلق يعني أن أن إذا وقعت بعد لو المحذوف شرطها فخبرها إن كان مشتقا واجب أن يكون فعلا لأن الفعل المقدر لا بد له من مفسر وأن لكونها دالة على معنى التحقيق والثبوت تبل على معنى ثبتا فلزم أن يكون خبر أن فعلا ماضيا لسم فاعل ليكون كالعوض من لفظ الفعل المفسر وأما المعنى فقد ذكرنا أن أن دلت عليه وإن لم يكن مشتقا جازا للتعذر كقوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام وأما قوله تعالى يودوا لو أنهم بادون في الأعراب فلأن لو بمعنى أن المصدرية وليست بشرطية لمجيئها بعد فعل دال على التمني ومنهم من لا يشترط مجيء الفعل في خبر أن الواقعة بعد لو وإن كان مشتقا أيضا كما ذهب إليه ابن مالك قال الأسود ابن يعفر هما خبآني كل يوم غنيمة وأهلكتهم لو أن ذلك نافع وقال كعب أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول ومع هذا فلا شك أن استعمال الفعل في حيز خبر أن الواقعة بعد لو أكثر وإن لم يكن لازما وإذا حصل الفعل فالأكثر كونه ماضيا لكونه كالعوض من شرط لو الذي هو الماضي وقد جاء مضارعة قالا تمد بالأعناق أو تلويها وتشتكي لو أننا نشكيها وجواب لو إما فعل مجزون بلم نحو لو ضربتني لم أضربك أو ماض في أوله لام مفتوحة وتحذف هذه اللام قليلا وإن وقعت لو مع ما في حيز هاصلة فحذف اللام كثير نحو جاءني الذي لو ضربته شكرني وذلك للطول وكذا إذا طال الشرط بذيوله كقوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى قوله ما نفدت ولا يكون جواب لو اسمية بخلاف جواب إن لأن الاسمية صريحة في ثبوت مضمونها والثقراره ومضمون جواب لو منتف ممتنع كما ذكرنا وأما قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير فلتقدير القسم قبل لو وكون الاسمية جواب القسم لا جواب لو كما في قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وقوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم وجواب القسم ساد مسد جواب لو وذهب جار الله إلى أن الاسمية في الآية جواب لو قال وإنما جعل جوابها اسمية للدلالة على استقرار مضمون الجزاء عنوان اجتماع الشرط والقسم وأحكامهما قوله وإذا تقدم القسم أول الكلام على الشرط لزمه الماضي لفظا أو معنا وكان الجواب للقسم لفظا مثل والله إن أتيتني أو إن لم تأتني لأكرمنك وإن توسط بتقدم الشرط أو غيره جاز أن يعتبر وأن يلغى كقولك أنا والله إن تأتني آتك وإن أتيتني لآتينك وإن أتيتني فوالله لآتينك وتقدير القسم كاللفظ به مثل لئن أخرجوا أو وإن أطعتموهم اعلم أن القسم إذا تقدم على الشرط فإما أن يتقدم على القسم ما يطلب الخبر نحو زيد والله إن أتيته يأتك وإن زيد والله إن أكرمته يجازك أو لا يتقدم والأول قد يجيء الكلام عليه في قوله وإن توسط يتقدم الشرط وكلامه الآن فيما لم يتقدم عليه طالب خبر بدليل قوله أول الكلام فنقول إذا تقدم القسم أول الكلام ظاهرا أو مقدرا وبعده كلمة الشرط سواء كانت إن أو لو أو لولا أو أسماء الشرط فالأكثر والأولى اعتبار القسم دون الشرط فيجعل الجواب للقسم ويستغنى عن جواب الشرط لقيام جواب القسم مقامه أما في إن فكقوله تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم الآية وأما في لو فكقوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير وقوده تعالى لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم وتقول والله أن لو جئتني لجئتك واللام جواب القسم لا جواب لو ولو كان الجواب لو لجاز حذفها ولا يجوز في مثله وكذا تقول والله لو جئتني ما جئتك ولا تقول لما جئتك ولو كان الجواب للو لجاز ذلك وأن التي بين لو والقسم عند سيبويه موطئة كاللام قبل إن وقبل أسماء الشرط وعند غيره زائدة وأما في لولا فتقول والله لولا زيد لضربتك قال والله لولا شيخنا عباد لكمرون اليوم أو لكاد واللام جواب القسم لا جواب لولا ولذا لم يجز حذفها وأما في أسماء الشرط فكقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاقا نبينا لما آتيتكم من كتاب وحكمة إلى قوله لتؤمنون به وقوله لمن تبعك منهم لأملأن جهنم ويجوز قليلا في الشعر اعتبار الشرط وإلغاء القسم مع تصدره كقول الأعشى لإن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفلو وقال لإن كان ما حدثته اليوم صادقا أصم في نهار القيض للشمس باديا وقال حلفت له إن تدرج الليلة لا يزل أمامك بيت من بيوت يسائر وأما لو عكس الأمر يعني تقدم الشرط على القسم فالواجب اعتبار الشرط ولك بعد ذلك إلغاء القسم نحو إن جئتني والله أكرمك واعتباره مع اعتبار الشرط نحو إن جئتني فوالله لا أكرمنك وتعليل هذه الأحكام مبني على مقدمة وهي أن أداتي القسم والشرط أصلهم التصدر كالاستفهام لتأثيرهما في الكلام معنا ثم إن كل منهما لكثرة استعمالهم له وبعدهما عما يؤثران فيه أي جوابهما قد يسقط عن درجة تصدره على جوابه فيلغى باعتباره أي لا يكون في الجوابين على متاهما أما الشرط فنحو آتيك إن تأتني وأما القسم فنحو زيد والله قائم وزيد قائم والله فيضعف أمرهما فلا يكون لهما جواب لفظا وأما من حيث المعنى فالذي يتقدم على الشرط جوابه وكذا ما يتقدم على القسم أو يتخدله القسم لكن القسم أكثر إلغاءا من الشرط لأنه أكثر دورانا في الكلام حتى رفع الله المؤاخذة به بلانية لتمرن ألسنتهم عليه وسماه لغوى فقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وأيضا تأثيره في الأصل في معنى الجواب أقل من تأثير الشرط في جوابه لأن القسم مؤكد للمعنى الثابت فيه فهو كالزائد الذي يتم معنى الكلام بدونه والشرط مورد في جوابه معنى لم يكن فيه وهو التوقيف فكانت أداة القسم أليق بالإلغاء عن جوابه من أداة الشرط فلهذا قد يلغى القسم عن الجواب مع إمكان أن لا يلغى بخلاف الشرط تقول أنا والله أكرمك بالإلغاء وقد أمكنك أن تعتبره فتقول لا أكرمنك ولا تقول أنا إن لقيتني أكرمك بالرفع على أن أكرمك خبر المبتدأ وآية الشرط ملغاه بل تقول أكرمك باعتبار الشرط والجنة الشرطية خبر المبتدأ ولهذا حمل قوله إنك إن يسرع أخوك تسرع على التقديم والتأخير لضرورة الشعر فإذا تقررت هذه المقدمة قلنا إذا تقدم القسم على كلمات الشرط فاعتبار القسم أولى لتقوّل القسم بالتصدر الذي هو أصله وضعف الشرط بالتوسط ورسد للكوفيين على أن إعمال الأول في باب التنازع أولى لأن الأول وإن كان بعد من الثاني إلا أن هذا البعيد تقوى بالتصدر الذي هو حقه وأصله والقريب ضعيف بالتوسط الذي هو خلاف وضعه وأصله وجاز قليلا بالنظر إلى ضعف القسم في نفسه كما ذكرنا يرجح الشرط فيعتبر لأجل كونه أقرب إلى الجواب ويلغى القسم كما مر في قوله لإن منيت بنا عن غب معركة البيت وإذا تقدم الشرط على القسم وجب اعتباره لتقويه بالتصدر مع كونه في الأصل أقوى من القسم ويجوز لك بعد هذا اعتبار القسم لإمكانه نحو إن أتيتني فوالله لآتي فآتك فآتك جواب الشرط والشرط وجوابه دال على جواب القسم وساد مسده وأما إذا تقدم لو ولولا على القسم فالواجب إلغاء القسم لأن جوابهما لا يكون إلا جملة فعلية خبرية ولا يصح أن يكون جملة قسمية تقول لو جئتني والله لأكرمنك ولولا زيد والله لضربتك قوله وإن توسط أي القسم قوله بتقدم الشرط قد ذكرناه قوله أو غيره يعني طالب الخبر كالمبتدأ بلا ناسخ أو مع الناسخ جاز أن يعتبر القسم وأن يلغى سواء تقدم على الشرط أو تأخر عنه فإن تقدم مع الإلغاء فنحو أنا والله إن أتيتني آتك ألغيت القسم مع تقدمه على الشرط وجواز اعتباره لتقدم المبتدأ عليه فالجملة الشرطية مع الجواب خبر المبتدأ والقسم لغ كما في زيد والله يقوم وتقول مع الاعتبار أنا والله إن تأتني لآتينك اعتبرته نظرا إلى تقدمه على الشرط وجعلت الجملة القسمية مع جوابها خبر المبتدأ فهو كقولك زيد والله ليقوم وهذا كله بناء على ما تقدم من أنه لضعفه قد يلغى مع إمكان الاعتبار إذا كان هناك لجوابه طالب آخر وإن تأخر عن الشرط مع الإلغاء فنحو أنا إن أتيتني والله آتك ألغيته لتقدم طالبين للجواب عليه أعني المبتدأ والشرط وتقول مع الاعتبار أنا إن أتيتني فوالله لآتينك جعلت الجملة القسمية مع جوابها جواب الشرط والجملة الشرطية مع جوابها خبر المبتدأ الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان تقاسم القسم والشرط وإن توسط القسم بتوسط غير الشرط أي طالب الخبر عليه ولم يكن هناك لا شرط متقدم على القسم ولا متأخر عنه فإن كان الخبر جملة جاز أن يعتبر القسم وأن يلغى نحو أنا والله لأقومنا وأنا والله أقوم وإن كان الخبر مفردا وجب إلغاء القسم لاستحالة اعتباره لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة وذلك نحو أنا والله قائم وعلى هذا لا يحسن إطلاق قول المصنف وإن توسط بتقدم غير الشرط جاز اعتباره وإلغاؤه وطريق الحصر أن نقول القسم إما أن يتقدم أول الكلام أو يتوسطه أو يتأخر عنه فإن تقدم وجب اعتباره سواء وليه الشرط نحو والله إن أتيتني لآتينك أو لا نحو والله إني آتيك وإن توسط الكلام فإما أن يتقدم عليه الشرط أو لا فإن تقدم عليه وجب اعتبار الشرط وجاز إلغاء القسم واعتباره سواء تقدم على ذلك الشرط طالب خبر نحو أنا إن أتيتني فوالله لآتينك وأنا إن أتيتني والله آتك أو لم يتقدم عليه ذلك نحو إن أتيتني فوالله لآتينك وإن أتيتني والله آتك وإن لم يتقدم الشرط على هذا القسم المتوسط فإما أن يتأخر عنه الشرط أو لا فإن تأخر فإن اعتبرت القسم ألغيت الشرط نحو أنا والله إن أتيتني لآتينك وإن ألغيته اعتبرت الشرط نحو أنا والله إن تأتني آتك وإن لم يتأخر عنه الشرط فإن جاء بعد القسم جملة جاز اعتباره وإلغاؤه نحو أنا والله لآتينك وأنا والله آتيك وإن جاء بعده مفرد وجب إلغاؤه نحو أنا والله قائم وإن تأخر القسم عن الكلام وجب إلغاؤه نحو أنا قائم والله وإن أتيتني آتك والله هذا وكل موضع قلنا إن إن وما تضمن معناها من الأسماء فيهم الغاه أي لا جواب لها ظاهرا فالأولى أن لا تعمل ظاهرا في الشرط أيضا كما ذكرنا في الجوازم فيقل نحو أجيئك إن تجئني ووالله إن تجئني لأكرمنك وقد جاء ذلك في الشعر كقوله فإيك من جن لأبرح طارقا وإيك إنسا ما كهى الإنس تفعلو وقوله فإن تبتئس بالشنفرى أم قسطل لما اغتبطت بالشنفرى قبل أطولو وقوله لإن تككت ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربي أن بيت يواسع وقوله إما ترينا حفاة لا نعال لنا إنا كذلك ما نحفى وننتعلو فقول المصنف لزمه الماضي لفظا أو معنا ليس على الإطلاق والأولى أن يقول الأكثر كونه ماضيا لفظا أو معنى ويعني بالمعنى نحو إن لم تزرني لأزورنك وقد تبين أيضا أن قوله وكان الجواب للقسم لفظا ليس بحتم بل قد يجيء الجواب للشرط كقوله لئن منيت بنا عن غب معركة البيت ثم أعلم أنه لو وقع جواب القسم المتقدم على إن الشرطية وما تضمن معناها فعلا ماضيا نحو لفعل وما فعل وإن فعل فالمراد الاستقبال لكونه سادا مسد جواب الشرط قال الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ولئن أرسلنا ريحا إلى قوله يظلوا قوله وتقدير القسم كاللفظ به أي القسم المقدر كالملفوظ به سواء كان هناك لام موطئة كما في قوله لئن أخرجوا أو لم تكن كما في قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وقال بعضهم إن قوله إنكم لمشركون جواب الشرط والفاء مقدرة ولم يقدر قسما وهو ضعيف لأن ذلك إنما يكون لضرورة الشعر كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها عنوان تقدم همزة الاستفهام على أدوات الشرط وأما إذا تقدمت همزة الاستفهام على كلمة الشرط سواء كانت تلك الكلمة اسما جازما كمن وما وأينا ونحوها أو حرفا كإن ولو فالجزاء لتلك الكلمة والاستفهام داخل على الجملتين الشرط والجزاء لكونهما كجملة واحدة نحو أمن يضربك تضربه بجزم تضرب وكذا ألو ضربك لضربته وكذا أئن تأتني آتك بالجزم ويونس يرفع الجزاء لاعتماده على الهمزة ولا يفعل ذلك في غير الهمزة من كلم الاستفهام بل يقول من إن أضربه يضربني بالجزم لا غير اتفاقا لأن الحمزة هي الأصل في باب الاستفهام ويقول في الهمزة أئن أتيتني آتيك بتقدير أآتيك إن أتيتني وكذا أمن تزره يكرمك بالرفع والحق هو الأول أعني مذهب سيبويه لأن كلمات الشرط إنما تلغى إذا تقدم عليها ما يستحق الجواب على ما مضى وها هنا ليس كذلك فالأولى أن يجعل الجواب للشرط ويجعل الاستفهام داخلا على الشرط والجزاء معا كدخور الموصول عليهما معا نحو جاءني الذي إن تأته يشكرك بجزم يشكرك والدليل عليه قوله تعالى أفئن ميت فهم الخالدون والفاء في فهم لجواب الشرط وفي أفئن للسببية ولو كان التقدير أفهم الخالدون لم يقل فئن ميت بل كان يقول أئن ميت فهم الخالدون أي فهم الخالدون إن ميت والأصل عدم الحكم بزيادة الفاء وأما الهمزة الداخلة على إذا فهي في الحقيقة داخلة على ما هو في موضع الجزاء لأنه ليس بجزاء كما مضى في الظروف المبنية بل هو موضوع موضع الجزاء لغرض ذكرته هناك فليست إذن كإن مع جملتيها بل مرتبة لجزائها التقدم من حيث المعنى على إذا لأنه عاملها كما تبين في الموضع المذكور فالاستفهام داخل في الحقيقة عليه فمن ثم لم تأتي الفاء في قوده تعالى أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا لأن التقدير أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ إِذَا مِتْنَا ولهذا كثيرا ما يكرر الاستفهام في إِنَّا نحو قوله أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ لطول الكلام وبعد العهد بالاستفهام حتى يعلم أن حق الاستفهام أن يدخل على ما هو في موضع الجواب كما كرر قوله فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بعد قوله وَلَا تَحْسَبَنَّا الَّذِينَا لما طال الكلام والفاء في فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ زَائِدَةَ والعامل في إِذَا قوله لَمَدِينُونَ مع أن في أوله همزة الاستفهام وإن ولا يعمل في غير هذا الموضع ما بعدهما فيما قبلهما وذلك للغرض المذكور فيما تقدم فهو مثل قولك أما يوم الجمعة فإن زيدا قائم انتصاب يوم بقائم على الصحيح على ما يجيء مع كومه خبرا لأن لغرض أذكره هناك عنوان دخول الشرط على الشرط ثم أعلم أن الشرط إذا دخل على الشرط فإن قصدت أن يكون الشرط الثاني مع جزائه جزاء للأول فلابد من الفاء في الأداة الثانية لما ذكرنا في الجوازم عند ذكر مواقع دخول الفاء في الجزاء تقولوا إن دخلت الدار فإن سلمت فلك كذا وإن سألت فإن أعطيتك فعلي كذا لأن الإعطاء بعد السؤال وإن قصدت إلغاء أدات الشرط الثاني لتخللها بين أجزاء الكلام الذي هو جزاؤها معنا أعني الشرط الأول مع الجزاء الأخير فلا يكون في أدات الشرط الثاني فاء كقوله فإن عثرت بعدها إن وألت رجلي من هات فقول لا لعا فهو بمنزلة والله إن أتيتني لآتينك فثاني الشرطين لفظا أولهما معنا ومثله إن تبت إن تذنب ترحم أي إن أذنبت فإن تبت ترحم وكذا إن كان أكثر من شرطين نحو إن سألت إن لقيتني إن دخلت الدار أعطيتك أي إن دخلت الدار فإن لقيتني فإن سألتني أعطيتك فقولك فإن سألتني مع الجزاء جوابه فإن لقيتني وقولك فإن لقيتني مع جزائه جوابه إن دخلت وعلى هذا فقس إن كان أكثر عنوان أما معناها وأحكامها قوله وأما للتفصيل والتزم حذف فعلها وأوض بينها وبين فائها جزء مما في حيزها مطلقا مثل أما يوم الجمعة فزيد منطلق وقيل هو معمور المحذوف مطلقا وقيل إن كان جائز التقديم فمن الأول وإلا فمن الثاني اعلم أن أما موضوعة لمعنيين لتفصيل مجمل نحو قولك هؤلاء فضلاء أما زيد ففقيه وأما عمر فمتكلم وأما بشر فكذا إلى آخر ما تقصد ويستلزام شيء لشيء أي أن ما بعدها شيء يلزمه حكم من الأحكام ومن ثم قيل إن فيها معنى الشرط لأن معنى الشرط أيضا هو استلزام شيء لشيء أي استلزام الشرط للجزاء كما ذكرنا في الظروف المبنية والمعنى الثاني أي الاستلزام لازم لها في جميع مواقع استعمالها بخلاف معنى التفصيل فإنها قد تنجلد عنه وقد التزم بعضهم هذا المعنى فيها أيضا في جميع مواقعها وحمل عليه قوله تعالى والراسخون في العلم بعد قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ على معنى وأما الراسخون وهذا وإن كان محتملا في هذا المقام إلا أن جواز السكوت على مثل قولك أما زيد فقائم يدفع دعوى لزوم التفصيل فيها وأما بيان معنى الشرط فيها فبأن نقول هي حرف بمعنى وجب حذف شرطها لكثرة استعمالها في الكلام ولكونها في الأصل موضوعة للتفصيل وهو مقتض تكررها كما ذكرنا من قولنا أما زيد ففقيه وأما عمر فمتكلم فيؤدي إلى الاستثقال لهذا أيضا وأيضا حذف ذلك وجوبا لغرض معنوي وذلك أنهم أرادوا أن يقوم ما هو الملزوم حقيقة في قصد متكلم مقام الشرط الذي يكون هو الملزوم في جميع الكلام تفسير ذلك أن أصل أما زيد فقائم أما يكن من شيء فزيد قائم يعني إن يكن أي إن يقع في الدنيا شيء يقع قيام زيد فهذا جزم بوقوع وقطع به لأنه جعل وقوع قيامه وحصوله لازما لوقوع شيء في الدنيا وما دامت الدنيا باقية فلابد من حصول شيء فيها ثم لما كان الغرض الكلي من هذه الملازمة المذكورة بين الشرط والجزاء لزوم القيام لزيد حذف الملزوم وهو الشرط أن يكن من شيء ووقيم ملزوم القيام وهو زيد مقام ذلك الملزوم وبقيت الفاء بين المبتدأ والخبر لأن فاء السوبية ما بعدها لازم لما قبلها فحصل غرضك الكلي فقد تبين أنه حصل لهم من حذ الشرط وإقامة جزء الجزاء موقعه شيئان مقصودان مهمان أحدهما تخفيف الكلام بحذف الشرط الكثير لاستعمال والثاني قيام ما هو الملزوم حقيقة في قصد المتكلم مقام الملزوم في كلامهم أعن الشرط وحصل أيضا من قيام جزء الجزاء موقع الشرط ما هو المتعارف عندهم من شغل حيزي واجب الحذف بشيء آخر ألا ترى أن حذف خبر المبتدأ بعد لولا وبعد القسم لم يحذف جوبا إلا مع سد جواب لولا وجواب القسم ما سده وحصل أيضا بقاء الفاء متوسطة للكلام كما هو حقها ولو لم يتقدم جزء الجزاء لوقعت فاء السببية في أول الكلام وكذا يتقدم على الفاء من أجزاء الجزاء المفعول به أو الظرف نحو فأما اليتيم فلا تقهر وأما يوم الجمعة فأنا ذاهب إذا قصدت أنهما ملزوماني لحكم والمعنى أن عدم القهر ينبغي أن يكون لازما لليتيم وذهابي لازما ليوم الجمعة وكذا غير ذلك من معمولات الخبر كالحال نحو أما مجردا فإني ضاربك والمفعول المطلق نحو أما ضرب الأمير فإني ضاربك والمفعول له نحو أما تأديبا فأنا ضاربك فلا يستنكر عمل ما بعد فاء السببية فيما قبلها وإن كان ذلك ممتنعا في غير هذا الموضع لأن تقديم المعمولات المذكورة لأجل الأغراض المهمة المذكورة ولا تقول مثلا إن جئتني زيدا فأنا ضارب على أن زيدا مفعول ضارب إذ لم يحصل بالتقديم شيء من تلك الأغراض ثم إنه يجوز التقديم للأغراض المذكورة وإن كان هناك مانع من التقديم غير الفاء نحو أما يوم الجمعة فإن زيدا سائر وكذا نحو أما زيدا فما أضرب ولا تقدم من أجزاء الجملة شيئين فصاعدا لأنك لا تتجاوز قدر الضرورة فلا تقول أما زيد طعامك فلا يأكل وقد تقع كلمة الشرط مع الشرط من جملة أجزاء الجزاء مقام الشرط كقوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروحوا وريحان أي أما يكن شيء فإن كان من المقربين فله روح وريحان فقوله روح جواب أما استغنى به عن جواب إن والدليل على أنها ليست جواب إن عدم جواز أما إن جئتني أكرمك بالجزم ووجوب أما إن جئتني فأكرمك مع أنك تجوز إن ضربتني أكرمك بالجزم أكثر من إن ضربتني فأكرمك قال تعالى وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول أي أما يكن من شيء فإذا مبتلاه يقول وإنما وجبت الفاء في جواب أما ولم يجز الجزم وإن كان فعلا مضارعا فلم يجز أما زيد يقم لأنه لما وجب حذف شرطها فلم تعمل فيه قبح أن تعمل في الجزاء الذي هو أبعد منها من الشرط ألا ترى أنه إذا حذف الجزاء في نحو آتيك إن أتيتني فالأصل ألا تعمل الأداة في الشرط فالجزاء بعد الانجزام عند حذف الشرط أولى وأما قولهم افعل وإلا أضربك فإن من جزم الجزاء لعدم لزوم حذف الشرطها هنا وأما بمعنى إن كما ذكرنا وأما تفسير سيبويه لقولهم أما زيد فقائم بمهما يكن من شيء فزيد قائم فليس لأن أما بمعنى مهما وكيف وهذه حرف ومهما اسم بل قصده إلى المعنى البحت لأن معنى مهما يكن من شيء فزيد قائم إن كان شيء فزيد قائم أي هو قائم ألبته ويجوز أن يكون أما عند الكوفيين إن الشرطية ضمت إليها ما عند حذف شرطها على ما بينت من مذهبهم في أما أنت منطلقا إن طلقت ولا تحذف الفاء في جواب أما إلا لضرورة الشعر نحو قوله فأما الصدور لا صدور لجعفر ولكن أعجازا شديدا ضريرها أو مع قول محذوف يدل عليه محكيه كقوله تعالى وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي أي فيقال لهم أفلم تكن ولا يقع بين أما وفائها جملة تامة مستقلة نحو أما زيد قائم فعمر كذا لأن الواقع بينهما كما مضى جزء الجزاء المقصود كونه ملزوما للحكم الذي تضمنه ما بعد الفاء فلا يكون جملة تامة مستقلة واعلم أنه يأتي بعد أما ما يتكرر ذكره بعد فائها وذلك إما مصدر مكرر ضمنا بأن يذكر بعد الفاء مشتق من ذلك المصدر نحو أما سمنا فسمين وأما علما فعالم وإما صفة تكرر لفظها بعد الفاء نحو قولك أما صديقا مصافيا فليس بصديق وأما عالما فعالم ونحو ذلك وأما غير ذلك نحو أما البصرة فلا بصرة لك وأما أبوك فلا أبا لك وأما العبيد فذو عبيد وأما زيد فقد قام زيد فالمنكر من المصدر والوصف يجب عند الحجازيين نصبهما ويختار ذلك بني تميم لا إلى حد الوجوب والمعرف من المصدر يجب رفعه عند بني تميم على ما يعطيه ظاهر لفظ سيبويه والأولى أنهم يجيزون الرفع والنصب فيه كما يجي وأما الحجازيون فإنهم يجيزون فيه الرفع والنصب والمعرف من الوصف مرفوع عند الجميع بلا خلاف وأما غير المصدر والوصف فمرفوع عند الجميع معرفاً كاناً أو منكراً إلا ما سيجي فالرفع في جميع ما يجوز فيه الرفع من ذلك على الابتداء عند الفريقين وأما النصب فإن سيبويه ذكر أن ذلك في المصدر معرفاً كاناً أو منكراً على أنه مفعول له عند الحجازيين فقال شراح كلامه وذلك لأنه رآهم ينصبون المعرفة والنكرة فلا يصلح للحال فيبقى مفعولاً له فمعنى أما سمناً فسمين مهما يذكر زيد لأجل السمن فهو سمين وكذا المعرف نحو أما العلم فعالم أي مهما يذكر زيد لأجل العلم فهو عالم قال سيبويه ونصب المنكر عند بني تميم على الحال قال لأنهم لما لم يجيزوا في معرف المصدر إلا الرفع علمنا أن نصب المنكر على الحال والعامل فيه إما محذوف قبله كما تقول في أما علماً فعالم مهما تذكر زيداً عالماً فهو عالم أو المذكور بعده أي عالم في مثالنا فيكون حالاً مؤكدة قال سيبويه أما الرفع في المصدر فعلى أنه مبتدى والعائد إليه محذوف فمعنى أما العلم فعالم أي فعالم به كقوله تعالى واتقوا يوماً لا تجزي نفس شيئاً أي لا تجزى فيه أقول والدليل على أنه يجوز عند بني تميم نصب معرف المصدر أنهم جوزوا على ما حكى سيبويه عنهم أما العلم فعالم بزيد أي فهو عالم بزيد العلم فكذا ينبغي أن يجوز عندهم أما الضرب فضارب أي فأنا ضارب الناس فيكون نصب المصدر المعرف على أنه مفعول مطلق لما بعد الفاء وأما نصب الوصف المنكر فعلى الحال عند الجميع والعامل فيه أحد الشيئين المذكورين في المصدر الواقع حالاً عند بني تميم وأقول كون المصدر المنصوب مفعولاً له عند الحجازيين لا دليل عليه ولو كان كذا لجازا أما للسمن فسمين وأما للعلم فعالم والأولى أن يقال المنصوب عند بني تميم والحجازيين في الصفة على أنه حال مما بعد الفاء وفي المصدر المعرف على أنه مفعول مطلق لما بعد الفاء وأما المرفوع فعلى أنه مبتدأ ما بعد الفاء خبره بلا تقديل ضمير كل ذلك عند كلا الفريقين وكشف القناع عنه أن نقول إن مثل هذا الكلام إنما يقال إذا ادعى شخص ثبوت الأشياء المذكورة أو يدعى له ذلك فيسلم السامع بعض تلك الدعاوى أو يدفع كما تقول مثلا أنا سمين وأنا عالم فيقول السامع أما سمنا فلست بسمين وأما علما فعالم فهذا حال لأن المعنى أما إذا كنت سمينا وادعيت ذلك فلست بسمين وأما إذا كنت عالما أي أبديت من نفسك العلم وتزينت به وادعيت ذلك فإن فأنت في الحقيقة كذلك كما يقال إذا كنت مؤمنا فكن مؤمنا وإذا كنت عالما فأنا عالم مثلك وإذا كنت في أمر فكن فيه ومنه قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا على أحسن التأويلات أي يَا أَيُّهَا الْمُدَّعُونَ لِلْإِيمَانِ آمِنُوا حَقِيقَةً فالحال على هذا مما بعد الفاء والتقدير إن يكن شيء فأنت عالم عالما أي أنت عالم حقيقة حين كنت عالما صورة وفي زي العلماء والمصدر المنكر بمعنى الوصف حال أيضا على هذا الوجه أو نجعله مفعولا مطلقا على أن معنى أما سمنا فسمين إن يكن شيء فهو سمين سمنا وكذا في نحو أما سمنا فلا سمنا أي أما يكن شيء فلا سمنا فيه سمنا وأما المصدر المعرف فمفعول مطلق لا غير مما بعد الفاء فمعنى أما العلم فعالم أما يكن شيء فزيد عالم العلم وأما الكلام على أنه كيف يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها في نحو أما سمنا فما أنت بسمين أو فأنت سمين فقد مر أنه للغرض المذكور وأما الرفع نحو أما السمن فسمين وأما العلم فعالم فإنما جاز ذلك لتضمن الخبر معنى المبتدأ لأن التقدير أما السمن فأنت صاحبه وسمين وعالم في مثله خبر مبتدأ محذوف أي أنت سمين وزيد عالم ومعنى سمين وعالم ذو سما وذو علم فهو كالظاهر القائم مقام المضمر نحو لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقير وكذا حال الرفع في غير المصدر نحو أما العبيد فذو عبيد أي أنت صاحبهم ولم تقل فذوهم لأن ذو لا يضاف إلى مضمر وكذا الوصف المرفوع نحو أما العلم فعالم أي فأنت عالم أي فأنت هو وأما نحو أما العلم فلا علم وأما العالم فلا عالم فاستغراق لا علم ولا عالم كالضمير الراجع إلى المبتدأ وقولك أما العلم فلك علم أي لك شيء منه وأما العالم فلست بعالم أي لست به وإنما اكتفوا مضطردا في مثل هذا الخبر الساد مسد المضمر وإن لم يطلد ذلك في غيره على الأصح كما مضى في باب المبتدأ نحو زيد ضرب زيد لأنهم لما غيروا المبتدأ والخبر هاهنا عن حالهما بتوسط الفاء فكأنهما ليس بمبتدأ وخبر وأما غير المصدر والصفة نحو أما العبيد فذو عبيد فالوجه فيه الرفع في جميع اللغات معرفا كان أو لا وروا يونس عن بعض العرب نصبه قال سيبويه هي خبيثة قليلة قال ومع ذلك لا يجوز هذا النصب الضعيف في المعرف إلا إذا كان غير معين ليكون في موضع الحال كما في الجماء الغفير وأما إذا أردت بالعبيد عبيدا معينة فلا يجوز فيه إلا الرفع كما في قولك أما البصرة فلا بصرة لك وأما أبوك فلا أبا لك أقول أما الحمل على الحال في مثله فضعيف ولا معنى له بل هو على أنه مفعول به لما بعد الفاء لأن معنى ذو عبيد أي يملكهم وذلك كما روى الكسائي أما قريشا فأنا أفضلهم أي أغلبهم في الفضل انتهى الشريط الثالث والثلاثون من شرح الكافية وله بقية على الشريط الرابع والثلاثين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الرابع والثلاثون من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي نواصل القراءة تحت عنوان أما معناها وأحكامها وقولهم أن أن يكون عالما فهو عالم أن فيه مبتدأ أي أن كونه عالما فحاصري والخبر مدلول ما بعد الفاء وكذا قولهم أن أن لا يكون عالما فهو عالم أي أن عدم كونه عالما فليس بحاصري وقال سيبويه لا في أن لا يكون زائدة كما في قوله لأن لا يعلم أهل الكتاب وفي الصور التي ذكرتها خبط كثير من محاة وهذا الذي ذكرته أقرب عندي وقد تحلف أما لكثرة الاستعمال نحو قوله تعالى وربك فكبر وثيابك فطحر والردز فهجر وهذا فليذوقوه وفبذلك فليفرح وإنما يطلد ذلك إذا كان ما بعد الفاء أمرا أو نهيا وما قبلها منصوب به أو بمفسر به فلا يقال زيدا فضربت ولا زيدا فضربته بتقدير ألمى وأن قولك زيد فوضد فالفاء فيه زائدة وقوله وقائلة خولان فانكح فتاتهم قد ذكرنا في باب المبتدأ أن مثله على كلامين عند سيبويه وعلى زيادة الفاء عند الأخفش وإنما جاء تقدير أن بالقيد المذكور لأن الأمر لإلزام الفعل لفاعله والنهي لإلزام ترك الفعل لفاعله فناسب إلزام الفعل أو تركه للمفعول وذلك بأن يقدر أن قبل المنصوب وتدخل فاؤها على الأمر والنهي فإنما قبل فاء أمنا ملزوم لما بعدها كما ذكرنا وأن قوله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون وقوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو وقوله فإن لم فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا فلإجراء الظرف مجرى كلمة الشرط كما ذكر سيبويه في نحو قولهم زيد حين لقيته فأنا أكرمه على ما مر في الجوازم وذلك في إذ مضطرب على ما مر في الظروف المبنية ويجوز أن يكون قوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون وقوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم من داب والرجز فهجر أي مما أدمر فيه أما وإنما جاز إعمال المستقبل الذي هو سيقولون وفأو وفأقيموا في الظروف الماضية التي هي إذ لم يهتدوا وإذ اعتزلتموهم وإذ لم تفعلوا وإن كان يقوع الفعل المستقبل في الزمن الماضي محالا لما ذكرنا في نحو أما زيد فمنطلق من الغرض المعنوي أي قصد الملازمة حتى كأن هذه الأفعال المستقبلة وقعت في الأزمنة الماضية وصارت لازمة لها كل ذلك لقصد المبالغة قوله وهو معمول لما في حيزها أي ما بين أما والفاء معمول لما في حيز الفاء أي لما بعدها وليس ذلك بمطلق عند المسنف لأن المبتدأ في نحو أما زيد فقائم خارج عنه إذ العامل فيه الابتداء عنده وكذا أدت الشرط مع الشرط في نحو قوله فأما إن كان من المقربين خارجة عنه قوله مطلقا أي سواء كان ما بعد الفاء شيء يجب له فدر الكلام كإن وما النافية في نحو أما يوم الجمعة فإنك مسافر أو لم يكن وذلك للغرض المذكور هذا نذهب المبرد واختاره المصنف وقال بعضهم هو معمور من محذوف مطلقا أي سواء كان بعد الفاء شيء يمنع من عمل ما بعد الفاء فيما قبلها أو لا فنحو أما زيد فقائم عنده بتقدير أما ذكر زيد فهو قائم وأما يوم الجمعة فزيد قائم أي أما ذكرت يوم الجمعة إلى آخره وليس ذلك بشيء إذ لو كان كذلك لجاز النصب في نحو أما زيد فقائم على تقدير أما ذكرت زيدا فهو قائم ولا يجوز اتفاقا ولجاز الرفع في أما يوم الجمعة فزيد قائم ولا يجوز إلا بتأوين بعيد أي قائم فيه وإنما ارتكب هؤلاء هذا المذهب نظرا إلى أن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها ولا يفصل بين المتبأ والخبر بالفاء في نحو أما زيد فقائم ولم يتنبه إلى أن التقديم في مثل هذا المقام الخاص من أغراض المذكورة وذهب المازني إلى أنه إن لم يكن بعد الفاء مستحق للتصدر كإن وما أو مانع آخر من عمل العامل فيما قبله ككون العامل صفة ومعموله قبل موصوفه نحو أما زيدا فأنا ربض ضارب أو كون المعمول تنويزا وعامله اسم تام نحو أما درهما فعندي عشرون أو كون العامل معمول التأكيد نحو أما زيدا فلا أضربنه أو صلة نحو أما القنيصة فأن تلبس خير لك فإن لم يكن أحدها فالعمل لما بعد الفاء وإن كان بعد الفاء أحد هذه الموانع فالعامل هو المقدر وهو معنى قوله وإلا فمن الثاني وليس أيضا بشيء لأنه إذا جاز التقديم للغرض المذكور مع المانع الواحد وهو الفاء فلا بأس بجوازه مع مانعين أو أكثر لأن الغرض مهم فيجوز لتحصيله إلغاء مانعين فصاعدا والدليل على ذلك امتناع النصب في نحو أما زيد فإنه قائم ولو كان معمورا لمقدر لم ينتنع تقدير ناصب نحو ذكرتا وغيره قال قال ابن خروف أن الزجر تقول لشخص فلان يبغبك فيقول كلا ردعا لك أي ليس الأمر كما تقول وتكون أيضا ردعا للطالب كقوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا وقد يكون كلا من كلان المتكلم بما قبلها وذلك إذا أخبر عن غيره بشيء منكر فيذكر بعده كلا بيانا لكونه منكرا كقوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا وقد يكون كلا بمعنى حقا كقوله تعالى كلا والقمر وكلا إن الإنسان ليطغى فيجوز أن يجاب بجواب القسم كما في الآية وأن يجاب كقوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وكلا إذا بلغت التراقي وليست للردع إلا معنى له إلا بالنور إلى ما قبلها وقد تحسن المعنيين كما في قوله ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا وإن كانت بمعنى حقا لم يجز الوقف عليها لأنها من تماما بعدها ويجوز ذلك إذا كانت للردع لأنها ليست من تماما بعدها وكأن الفعل الذي هي من تمامه محذوف لأن الحرف لا يستقل أي أي كلا لا لا تقل أو ليس الأمر كذا وإذا كانت بمعنى حقا جاز أن يقال إن هسما بنيت لكون لفظها كلفظ الحرفية ومناسبة معناها لمعناها لأنك تربع المخاطب عما يقوله تحقيقا لبده لكن النحاة حكموا بحرفيتها إذا كانت بمعنى حقا أيضا لما فهموا من أن المقصود به تحقيق الجنة كالمقصود بإن فلم يخرجها ذلك عن الحرفية روان تاء التأنيث المراد منها وأحكامها قوله تاء التأنيث الساكنة تلحق الماضية لتأنيث المسند إليه فإن كان ظاهرا غير حقيقي فمخير وأن إلحاق علامة التثمية والجمعين فضعيف اعلم أنه إنما جاز إلحاق علامة التأنيث بالمسند مع أن المؤنث هو المسند إليه دون المسند للاتصال الذي بين الفعل وهو الأصل في الإسناد وبين الفاعل وذلك الاتصال من جهة احتياجه إلى الفاعل وكون الفاعل كجزء من أجزاء الفعل حتى سكن اللام من نحو ضربته لألا يتوالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة ألا ترى إلى وقوع الفاعل بين الفعل وإعرابه في نحو يضربان وتضربون وتضربين فتأنيث الفعل لتأنيث فاعله مثل تثنية الفاعل وجمعه لأجل تكرير الفعل مرتين أو أكثر كقول الحجاج يا حرسي اضرب عنقه أي اضرب اضرب وقوله تعالى رب ارجعوني أي ارجعني 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 وهذه التاء ساكنة بخلاف تاء الاسم لأن أصل الاسم الإعراب وأصل الفعل البناء فنبه من أول الأمر بسكون هذه على بناء ما لحقته لأنها كالحرف الأخير مما تلحقه وبحركة تلك على إعراب ما وليته ودليل كونها كلام الكلمة دوران الإعراب عليها في نحو قائمة وتقلب الاسمية في الوقف هاء بخلاف الفعلية إذ القلب تصرف وهو بالمعرب أولى وبكون أصل التاء الفعلية هو السكون لم ترد اللام المحذوف للساكنين في رمتا وغزتا لأن التاء وإن تحركت لأجل الأرف التي بعدها وهي كجزء الكلمة فالحركة باعتبارها كاللازمة إلا أن أصل البناء السكون فالحركة عليها كلا حركة بخلاف حركة اللام في لم يخاف ولم يخاف وخاف 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 وبيع وطور فإن عين الفعل في هذه لم تحدث لأن سكون اللام في المضارع ليس بأصل حتى إذا تحرك لعارض قلنا الحركة كالعدم كما قلنا في التاء الفعلية بل أصله تحرك اللام وكذا الأمر أصله المضارع والأصل في ضرب لتضرب كما بينا فأصل اللام لم يخاف وخاف ولم يقول وقول هو الحركة وهي الآن متحركة بحركة كاللازمة لأنها لأجل اتصال الضمير المرفوع الذي هو كجزء الكلمة بخلاف نحو لم يخف الله وخف الله ولم يبيع الثوب ولم يقل الحق وقل الحق لأن اللام وإن كان أصله الحركة إلا أنها عارضة ليست كاللازمة لأن الكلمة الثانية منفصلة وكذا لم ترد اللام في اخشينا واخشينا وإن تحركت الواو والياء لأن أصلها بين الحرفين السكون كالتاء الفعلية وجاءت مغة ضعيفة بإفداد حركة التاء لكون الألف كجزء الكلمة فقالوا رماتا وغزاتا ولا تقول رمات المرأة لأن الحركة لأجل كلمة منفصلة ليست كجزء ما قبلها إذ الظاهر ليس في الاتصال كالضمير قوله وأن إلحاق علامة التثنية والجمعين فضعيف يعني نحو قام أخواك وقاموا إخوتك وقلنا النساء فتكون الألف والوا والمون مثل التاء حروفا منبئة من أول الأمر أن الفاعل مثن أو مجموع ولا تكون أثناء ضمائر لأن لا يلزم إذن تقدم الضمير على مفسره من غير فائدة كما حصلت فيه نعم رجلا وربه عبدا وفي باب التنازع ولكونها حروفا لا ضمائر جاز استعمار الواو في غير العقلاء نحو أكلون البراغيث وقيل إنما فعل ذلك لأن الأكل في الأصل موضوع للعقلاء وجاز استعمار النوم في الرجال كقوله يعصرن السليط أقاربه ويجوز أن يريد بالأقارب النسوة هذا ما قاله النحا ولا منع من جعل هذه الأحرف ضمائر وإبدال الظاهر منها وأما الفائدة في مثل هذا الإبدال فما مر في بذل الكل من الكل أو تكون الجملة خبر المبتدأ المؤخر والغرض كون الخبر مهم عنوان التنوين أنواعه حذفه في العالم قوله قوله التنوين نون ساكنة تتبع حركة الآخر لا لتأكيد الفعل وهو للتمكن والتنكير والعوض والمقابلة والترنم ويحذف من العلم موصوفا بذن مضاثا إلى علم التنوين في الأصل مصدر نونت أي أدخلت نونا قوله نون ساكنة يدخل فيه نون من ولم يكن قوله تتبع حركة الآخر يخرج أنثالها لأن آخر هذه الكلمات نون ساكنة لا أن نونها تتبع حركة أواخرها وقد استفيد منه أن التنوين وجودي بعد الحركة وإنما أطلق قوله حركة الآخر ولم يقل آخر الاسم ليشمل تنوين الترنم في الفعل كقوله وقولي إن أصبت لقد أصابا قوله لا لتأكيد الفعل يخرج نون التوكيد الخفيفة وإنما لم يجعل للتنوين في الكتابة في الرفع والجر صورة لأن الكتابة مبنية على الوقف والتنوين يسقط في الوقف رفعا وجرا فلذا كتب في حال النصب ألفا لأنه يقلب ألفا فيه وقد ذكرنا أقسام التنوين في أول الكتاب قوله ويحدث من العلم المنصوف ببن مضافا إلى علم نحو جاءني زيد بن عمر وذلك بكثرة استعمال بن بين علمين وصفا فطلب التخفيف لفظا بحذف التنوين من موصوفه وخطا بحذف ألف بن وكذا في قولك هذا فلان بن فلان لأنه كناية عن العلم وكذا وكذا طامر بن طامر وهي بن بي ودل بن بل لأنه قد يعبر به عن من لا يعاف على إجرائه مجرى العلم وإن كان يدخل فيه كل من كان بهذه السفة فإن لم يكن بين علمين نحو جاءني كريم ابن كريم أو زود ابن أخينا لم يحذف التنوين لفظا ولا الألف خطا لقلة الاستعمال وكذا إذا لم يقع صفة نحو زود ابن عمر على أنه مبتئ وخبر لقلة استعماله أيضا كذلك مع أن التنوين حذر في الموصوف لكونه مع الصفة كسم واحد والتنوين علامة التنان وليست هذه العلة موجودة في المبتدأ والخبر وحكم ابنه حكم ابن وفي الوصف ببنت وجهاني كما مر في باب النداء وحذر في نحو قوله وحاتم الطائي وحاب المئي وقوله فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا ضوة وقرأ في الشدود قل هو الله أحد الله الصمد عنوان نون التوكيد الشديدة والخفيفة قوله نون التوكيد خفيفة ساكنة ومشددة مفتوحة تختص بالفعل المستقبل في الأمر والنهي والاستفهان والتمني والعرض والقسم وقلت في النفي ولزمت في قسم مصبت وكثرت في مثل إما تفعلن وما قبلها مع ضمير المذكرين مضمون ومع المخاطبة مكسور وفيما أداه مفتوح وتقول في التثنية وجمع المؤنث ادرباني وادربناني ولا تدخلهما ولا تدخلهما الخفيفة خلافا من يونس وهما في غيرهما مع الضمير البارز كالمنفصل فإن لم يكن فكالمنفصل ومن ثم قيل هل ترين وترون وترين واغزونا 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 والمخففة تحذف للساكنين وفي الوقف فيرد ما خذف والمفتوح ما قبلها تقلب ألفا إننا حرمكت المشددة بالفتحة لثقلها وخفة الفتحة وكثرت بعد ألف الاثنين وألف الفصل نحو ادرباني وادربنان تشبيها بنوم الإعراب التي في المضارع فإنها تكثر بعد الألف نحو تضرباني وكذا النوم في الاسم المثنى نحو الزيباني قوله تختص بالفعل المستقبل إنما لم تدخل على الحال والماضي لما مر في المضارع ودخولها في الأغرب المشهور في مستقبل فيه معنى الطلب كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض وأما في المستقبل الذي هو خبر المحض فلا تدخل إلا بعد أن يدخل على الفعل ما يدل على التأكيد أيضا كلام القسم نحو والله لأضربن وما المزيدة نحو إما تفعلن ليكون ذاك الأول توطئة لدخول من التأكيد وإيذانا به ثم الطلب على ضربين إما طلب وجود الفعل أو عدمه كما في الأمر والنهي والتحدود والعرض والتمني أو السؤال عن حصول الفعل كما في الاستفهام نحو إفعلن ولا تفعلن وهل لا تفعلن وألا تفعلن وليتك تفعلن وهل تفعلن وكذا جميع أدوات الاستفهام إثمية كانت أو حرفية قال أفبعد كندة تمدحن قبيلا وتقول كم تنكثن وانظر متى تفعلن قال فأقبل على رغطي ورغطك نبتحث نساعينا حتى نرى كيف نفعله والخبر المصدر بحرف التأكيد نحو والله لتضيبن وكذا كل أداة شرق بعدها ما الزائدة سواء جاز حذفها كما في إما تفعلن ومتى ما تفعلن وأيهم ما يفعلن وأيهم ما تفعلن وأينما تكونن أو كانت لازمة لكلمة الشرق كإذما وحيثما وقد تدخل من التأكيد اختيارا في جواب الشرط أيضا إذا كان الشرق مما يجوه دخولها فيه نحو قوله فمثما تشأ منه فزارة تعطكم ومثما تشأ منه فزارة تمنعا وقوله نبت النبات الخيزراني في الوضع حديثا متى ما يأتك الخير ينفعا لكنه أقل من دخولها في الشرق وربما دخلت في الشرق بلا تقدم ما نحو إن تفعلن أفعل قال من تفقفا منهم فليس بآيوب أبدا وقتل بني قتيبة شافي وتجيء النوم أيضا بعد الأفعال المستقبلة التي تلحق أوائلها ما المزيدة في غير الشرق اختيارا لكن قليلا نحو بجهد ما يبلغن وبعين ما أرينك أي أتحقق الذي أراغ فيك وبألم ما تختننه يضرب لمن يطلب أمرا لا يناله إلا بمشقة ومنعبة ما ينبتن شكيرها يضرب لمن كان له أصل وأمارة تدل على كون شيء آخر وقل ما يقولن وكثر ما يقولن وربما يقولن وإنما كان دخولها معنا التي في الشرق أكثر منها في غيره لأن الشرق يشبه النهي في الجزم وعدم الثبوت وأما قوله ربما أوفيت في علما ترفع ثوب شمالات فضرورة وإنما حسن الزيادة ما في ربا وترفع في حيزها وتجيء النون بعد المنفي بلا إذا كانت لا متصلة بالمنفي قياسا عند ابن جمي لأنها إذن تشبه النهي واستشهد بقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيدا من الذين ظلموا منكم خاصة وقيل إن لا في الآية للنهي وقد تجيء معلاء النفيه من فصله نحو لا في الدار يضرب النزيد وعند أبي علي لا تجيء بعد النفي اختيارا لعريه من معنى الطلب وتجربه مما المؤكدة في الأول قال سيبويه تدخل بعد لم تشبيه لها بلا إنه من جهة الجزم قال يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معنما وربما لحقت المبارع خاليا من جميع ما ذكرنا قال سيبويه ويجوز في الضرورة أنت تفعلن قيل وتدخل اسم الفاعل اضطرارا تشبيها له بالمضارع قال أريت إن جاءت به أمنيبا مرقرا ويلبس البرودا أقا إلن أحضر الشهودا وقال آخر يا ليت شعري عنكم حنيفا أشاهرن بعدنا السيوفا وهذا كما شبها في دخول نون الوقاية في قوله وليس حاملني إلا ابن حمالي ثم إن النون تلزم من هذه المواضع المذكورة المقسم عليه مسبتا نحو والله لأقومن بشرط أن لا يتعلق به جار سابق كقوله تعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون وقوله لئن تكوا قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربي أن بيتي واسع شاذ عند البصريين كما ذكرت وأكثر بخولها في الأمر والنهي والاستفهام ومع إما وعند الزجاج هي لازمة مع إما خلافا لغيره قال فإما تريني ولي لمة فإما الحوادث أودى بها وترك النون معها جيد عند غيره وإن كان الأكثر إثباتها انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان نونى التوكيد الشديدة والخفيفة قوله وما قبلها مع ضمير المذكرين مضمون لأن ضمير المذكرين أعني الواو إما أن ينضم ما قبلها كنفو وغزو أو يفتح كخشو وارضو فالمضمون ما قبلها يحذف إذا اتصلت به نون التأكيد للساكنين في كلمتين وأولاهما مده وإن كانت الثانية لشدة الاتصال وعدم الاستقلال كالجزء من الأولى إلا أنهما على كل حال كلمتان والثقل حاصل بوجود الواو المضمون ما قبلها وعليها دليل إذا حذفت وهو ضمة ما قبلها قال سيبويه لو قالوا اضربونا وضربين كما قيل اضربان لم يكن خارجا عن القياس كتمود بالثوب ومديد والمفتوح ما قبلها يحرك للساكنين بالضم وإنما لم يحذف لأنه ليس لمده كما يجيء في التصريف في باب التقاء الساكنين وإنما ضم ولم يكسر ولم يفتح إجراء لما قبل نون التأكيد في جمع المذكر في جميع الأنواع بجرا واحدا بالتزام الدمة فيه قوله ومع المخاطبة مكسور لأن ضمير المخاطبة يا فإن كان ما قبلها مكسورا كبربي وغزي ورمي حذفة الياء للساكنين كما قلنا في الواو وإن كان ما قبلها مفتوحا حرك بالكسر كخشينا وارضينا إجراءا لما قبل النون في المخاطبة في جميع الأنواع مجرا واحدا كما أن الكسر للساكنين هو الأصل وقال ابن مالك حذف ياء الضمير بعد الفتحة لغة طائية نخو ارضن في ارضاء قوله وفيما عداه مفتوح أي فيما عدا المذكور وما عداه الواحي المذكر نخو اضربن واغزون وارمين واخشين والمثنى نخو ضربان وجمع المؤنث نخو اضربن وليس ما قبلها في المثنى وجمع المؤنث مفتوحا بل هو ألف بلى قبل الألف فتحة ولعل هذا مراده أما فتح ما قبلها في الواحد المذكر فلتركيب الفعل مع النون وبنائه على الفتح لكون النون كجزء الكلمة وإنما ردت اللامات المحذوفة للجزم أو الوقف في نحو لا يغزون واغزون ولا يرمين وارمين ولا يخشين لأن حلفها كان للجزم أو للوقف الجاري مجراه ومع قصد البناء على الفتح للتركيب لا جزم ولا وقف وهذا الذي ذكرناه من كونه مبنيا على الفتح مذهب سيبويه والمبرد وأبي علي وقال الزجاج والصيرافي بل الحركة للساكنين معربا كان الفعل أو مبنية لأنه بلحاق النون بعد الفعل عن شبه الأسماء فعاد إلى أصله من البناء والأصل في البناء السكون فلزم تحريك للساكنين فحرك بالفتح صيانة للفعل من الكسر أخي الجار بلا ضرورة كما كانت فبر بناء إلا أنه تحريك للساكن بحركة كالحركة اللازمة لكون الله متحركة في الأصل أي المضارع وكون النون كجزء الكلمة لاتصاله بنفس الفعل لا بالضمير كما في أخشوننا واخشيننا بخلاف الرجل فبر بالرجل فلكينها كاللازمة ردت العين المحذوفة في قومنا ولم ترد في قوم الليل هذا كله على مذهب الجمهور الذاهبين إلى بناء ما اتصل به النون وأما على مذهب من قال الفعل باق على ما كان عليه قبل دخول النون من الإعراب أو البناء فإنه يقول إنما ردت الله وفتحت في الناقص نحو اغذونا وارمينا إذ لو لم ترد لطين اغذونا بالضم وارمينا بالكسر فكان يلتبس بالأول جمع المذكر وبالثاني الواحد المؤنث ففتحوا ما قبل النون في كل واحد المذكر صحيحه ومعتله وأن رد اللام في ارض ين واخش ين فلطرب الباب فقط إذ لم يكن يلتبس به شيء آخر هذا ولغة طي على ما حكى عنهم الفراء حذف اليا الذي هو لام في الواحد المذكر بعد الكسر والفتح في المعرب والمبني نحو والله ليرمن زيت وارمن يا زيت ولوخشن زيت وخشن يا زيت وعليه قوله إذا قال قبلي قال بالله حلفة لتظنن عني ذائنائك أجمع وإنما لم تحذف الألف في ضربان وإن التقى ساكنان كما حذف الواو والياء في ضرب النا واضرب النا خوف اللبس بالواحد لأن النون إنما كسرت لأجل الألف كما ذكرنا فلو حذفت الألف لم فتحت النون مع أن الألف أخف من الواو والياء أيضا المد فيه أكثر منه في الواو والياء والمد يقوم مقام الحركة والنون كبعض الحركة فصار ضربان كالضام وأن الألف فضرب نون فلم تحذف لأنها مجتلبة للفصل بين النون فلو حذفت لحصل الوقوع فيما فر منه وأن حذف النون التي هي علامة الرفع في الأمثلة الخمسة فلأن الفعل صار مبنيا عند الجمهور وعند غيرهم لاجتماع المونات قوله ولا تدخلهم الخفيفة أي لا تدخل الخفيفة المثنى وجمع المؤنث لأن لأنه يرزم التقاء الساكنين على غير حده وأما مع المثقلة فلأن المون المدغمة وإن كانت ساكنة فهو كالمتحركة لأنه يرتفع المسان بها وبالمتحركة ارتفاعة واحدة فهما كحرف واحد متحرك ولا يجوز عند سيبويه أوضم إلحاقها في محو اضرباني بنون الوقاية واضربان نعمان وإن كان يزور التقاء الساكنين الممنوع بالإضغام في نون الوقاية ونون نعمان لأن النونين المضغم فيهما ليستها بلازمتين وأما يونس والكوفيون فجوزوا إلحاق الخفيفة بالمثنى وجمع المؤنث فبعد ذلك إما أن تبقى النون عندهم ساكنة وهو المروي عيونس لأن الألف قبلها كالحركة لما فيها من المدة كطراءة نافع ومحياء أو طراءة أبي عمر واللاي وقولهم التقت حلقة البطان ولا شك أن كل واحد في مقام الشدود فلا يجوز القياس عليه وإما أن تحرك بالكسر بالساكنين وعليه خمر قوله تعالى ولا تتبعان بتخفيف النون واعلم أن كلا من الثقيلة والخفيفة حرث برأسها عند سيبويه وعند أكثر الكوفيين المخففة فرع مثقلة قوله وهما في غيرهما أي النونان في غير المثنى وجمع المؤنث مع الضمير البارز وهو الواو والياء قوله كالمنفصل أي كالكلمة المنفصلة يعني يجب أن يعامل آخر الفعل مع النونين معاملته مع الكلمة المنفصلة من حذف الواو والياء أو تحريكهما ضما وكسرا وغرضه من هذا الكلام بيان الأفعال المعتلة الآخر عند لحاق المون بها وقد بينا نحن حكم جميعها في ضمن الكلام السابق ومعنى كلامه أن المونين حكمهما مع المثنى وجمع المؤنث ما ذكر ومع غيرهما على ضربين إما مع ضمير بارز وهو شيئان جمع المذكر نحو أغزو ورمي وخشو والواحد المؤنث نحو ري وغزي ورمي وخشي وإني مع ضمير المستر وهو الواحد المذكر نحو ره وغزو ورمي وخشا فالنون مع الضمير البارز كالكلمة المنفصلة فتقول اغزو ورمي بحذف الواو كما حدفتها مع الكلمة المنفصلة نحو اغزو كفار ورمي الغرض وكذا اغزو ورمي يمرأة بحذف الواو كما حدفت في اغزو الجيش ورمي الغرض وتبنوا المفتوح مع قبلها نحو اخشونا كما ضممتها مع المنفصلة نحو اخشو الرجل وتكسر لها المفتوح مع قبلها كما كسرتها مع المنفصلة تقول اخشونا كاخشي الرجل قوله فإن لم يكن بارز وهو في الواحد المذكر نحو اغزو ورمي وخش فالنون كالمتصل أي كالكلمة المتصلة ويعني بها ألف التثنيه نحو اغزونا وارمينا وخشينا برد اللامات وفتحها كما قلت اغزو وارميها وخشيا قال لما كان النون بعد الضمير البارز صار كالكلمة المنفصلة لأن الضمير فاصل ولما لم يكن ضمير بارز كان النون كالضمير المتصل هذا زدة كلامه ويرد عليه أن المتصل ليس هو الألف فقط بل الوا والوا فربو واربو متصلان أيضا وأنت لا تثبت اللام معهما كما تثبت مع الألف فليس قوله إذن فكالمتصل على إطلاقه بصحيح وأيضا يحتاج إلى التعليل فيما قاس النون عليه من المتصل والمنفصل إذا سئل مثلا لما لم تحذف اللام فخشيا وارميها وغزوها كما حدثت فخشا وارمي وغزو ولما دمت الواو في إربو الرجل وكسرت الواو في إربو الرجل ولم تحذف كما في إربو الرجل وارمي الغرض وكل علمة تذكرها في المحمول عليه فهي مضطرية في المحمول فما فائية الحمل وإنما يحمل الشيء على الشيء إذا لم يكن المحمول في ثبوت العلة فيه كالمحمول عليه بل يشابه موجه فيلحق به لأجل تلك المشابهة وإن لم تثبت العلة في المحمول كحمل إما على الفعل المتعد وإن لم يكن فيه إما العلة المقتبية للرفع والنصب كما كانت في المتعد قوله والمخففة تحذف للساكنين وذلك إذا ناق المخففة ساكن بعدها كقوله لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع حطا لها عن التموين لأن التموين لازم بالاسم المتمكن في الوصل وهو جرد عن المانع وهو الإضافة والنوم بخلاف النوم الخفيفة فإنها قد تترك بلا مانع وأيضا ينبغي أن يكون للنوم اللاحقة للإسم فضل على النوم اللاحقة بالفعل فالتموين يحذف في الموصوف بابن وابنه بالشرط المذكور قواسا وفي غيره للضرورة كقوله وحاتم الطائي وحاب المئي والنوم الخفيفة تحذف للساكنين مطلقا وقال سيبويه عن يونس إنه إذا جاء بعد النوم المخففة فضربان وضربنان بساكن تبدل في همزة نحو فضرباء الرجل وضربناء الرجل قال سيبويه لو جوزنا إلحاق الخفيفة بالمثنى فالقياس حذفها للساكنين كما تحذف اتفاقا في المفردين المذكر والمؤنث وجمع المذكر فيسقط الألف أيضا في اللفظ للساكنين وإذا وقف على فغل في آخره نور خفيفة فحكمها حكم التنوين يعني أنه تقلب المفتوح ما قبلها ألفا نحو دربا فضربا قال سيبويه وقياس نذهب نونس في دربان ودربنان أن تقلب النوم الخفيفة ألفا فتمد فيها المدة الطولة بقدر ألفين وقال الزجاج لو مدت الألف وطال مدها ما زادت حل الألف لأنها حرف لا يتكرر ولا يؤتى بعدها بمثلها وقال الصرافي ليس هذا الرأي الذي أنكره الزجاج بمنكر وذلك أنه يقدر أن المد الذي يزاد بعد المتكب الألف الأولى يرام به ألف أخر وإن لم ينفصل عن الأول ولم يتميز وتحدث في الوقف المضلوع ما قبلها والمكسور ما قبلها نحو اضرب اضرب وكان يونس يقول يطلبها واوا بعد الضمة في نحو اخشون ويا أن بعد الكسرة في نحو اخشين فأقول اخشيوا واخشي قال الخليل لا أراذاك إلا على مذهب من قال من أهل اليمن هذا زيدي ومررت بزيدي وهي غير فصيحة وأما في نحو اضرب وضرب فيقول يونس اضرب وضرب وفاقا لغيره في اللفظ إلا أن الواو والياء عنده عوضان من النون وعند غيره هما الضميران المرضودان بعد حذف النون كما يجيب ويقول فيه هل تضرب وهل تضرب هل تضرب وهل تضرب بلا نين والواو والياء بدلان من النون الخفيفة وعند غيره هل تضربون وهل تضربين والواو والياء ضميران رد بعد حذف نون التأكيد فترد النون التي سقطت بأجل نون التأكيد كما يجيب قوله فيرد ما حذف يعني إذا حذفت النون أعيد إلى الفعل الموقوف عليه ما أزيل في الوصل بسببها من الواو والياء وحدهما كما تقول في ضرب وضرب وخشون وخشين اضربوا وضربوا وخشوا وخشي أو من الواو والياء مع النون التي بعدهما كما تقول فيه هل تضرب وهل تضرب وهل تخشين وهل تخشين هل تضربون وهل تضربون وهل تخشون وهل تخشين وهذا أيضا بناء على أنهم قدروا من المخففة البحذوفة للوقف معدومة من أصلها لعدل نزومها للفعل بخلاف التنوين فإن الوقف جاءني قاض بغير رد الواء على الأفصح لكون التنوين لازم إذ لم يكن مانع فكأنه ثابت أيضا مع عروض الحذف هذا آخر شرح المقدمة والحمد لله على إنعانه وإفضاله لتوفيق إكماله وصلواته على محمد وكرام آله وقد تم تمامه وهم اختتامه في الحضرة المقدسة الغروية على مشرفها صلوات رب العزة وسلامه عنوان أحكاما مفيدة ذكرها الرضي هاء السبت والمنكر أحكام هاء السكت وإن كان المصنف ذكر بعضها في التصريف وحرف التذكير والإنكار وشين الكشكشة وسين الكسكسة أما هاء السكت فهي هاء تزاد في آخر الكلمة الموقوف عليها في موضعين أحدهما إذا كان آخرها ألفا والكلمة حرف أو اسم عريق البناء نحو لا وذا وهنا وذلك لأن الألف حرف خفي إذا جئت بعدها بحرف آخر وذلك في الوصل تبين النطق بها وإذا لم تأتي بعدها بشيء وذلك في الوقف خفيت حتى ظن أن آخر الكلمة مفتوح فلذا وصلت بحرف ليبين جوهرها واختاروا أن يكون ذلك الحرف هاء لمناسبتها بخفائلها حرف اللين فإذا جاءت ساكنة بعد الألف فلابد من تمكن مد الألف ليقوم ذلك مقام الحركة فيمكن الجمع بين ساكنين فتبين الألف بعد ذلك التمكين والمد وعما في الأسماء المتمكنة نحو أفعى وحبلاء أو العارضة البناء نحو لا فتاء فلا تزيدها السكت إما لخوف انتباس هاء السكت بهاء الضمير المضاف إليه فإن باسم العريق البناء لا يضاف منه إلا كم ولد ولداء وإما لكون الإعراب مقدرا في أفعى وشبه حركة الإعرابية في لا فتاء وسنذكر أنها لا تلحق المتحركة بحركة إعرابية أو شبه الإعراب وأن ألف نحو هذا وهؤلاء فليس الحركة الإعرابية فيه مقدرة بل لو كان مكان الألف حرف صحيح أيضا لكان محركا بحركة مينائية نحو هو وهي وهؤلاء ولا تلحق هذه الهاء ساكن آخرا غير الألف المذكورة سواء كان واوا أو ياء كهم وهذه أو غيرها ككم ومن وذلك لأن الألف أخفى فهي إلى البيان أحوج بل لا تلحق الألف والواو والياء في الندبة نحو واو لا ما وواو لا مكوه وواو لا مكيه وفي الإنكار نحو آل أميراه وآل أميروه وآل أميريه لقفدك إلى زيادة مد الصوت فيهما وثاني الموضعين إذا وقفت على كذبة متحركة الآخر بحركة غير إعرابية ولا مشبهة بالإعرابية لبيان تلك الحركة اللازمة إذ لو لم تزد الها لثقلت الحركة للوقف وإنما لم تبين الإعرابية لعروضها وسرعة زوالها وذلك قولك هما رجلانه وضاربانه وهنه وضربتنه وهلنه وضربكه وويحكه وثنه وضربنه وانطلقنه وضربنه وعصاوه وغلاميه وقاضيه وهوه وهيه وأينه وكيفه وغير ذلك فدخولها فيما قبل آخره ساكن أقوى وأكثر من دخولها فيما قبل آخره متحرك حتى لا يجتمع ساكنان لو أسكن الآخر ولن يبحقوها أن نونات في الأنفلة الخمسة نحو ضربانه ويدربونه وتضربونه لأن النون علامة الرفع فهي كالحركة الإعرابية وقد منع بعض البصريين أن يقال انطلقنه وضربنه لالتباس الأول بدمير المصدر والثاني بالمفؤول به وليس بشيء لأن الخلول حكى انطلقنه عن العرب ولو كان اللبس مانع لم يقولوا أعطيتك وإنه وليته ولعله وعلمنه قد استعملوا في بعض ذلك الألف مكان الها لمشابهتها لها وذلك في أنا وحي هلا ولو يلحقوها آخر نحو لا رجل ويا زيد ونحو خمسة عشر لأن حركة البناء عارضة فتشبه لذلك الحركة الإعرابية وكما لم يحقوها آخر المعب المجرد لأنه إنما حرك كما ذكرنا في بابه لمشابهته المعرب فكأن حركته إعرابية فلم يقولوا ضربة وإذا كانت الكلمة مما ذهب دامها جزما أو وقفا فإن بقيت على حرف واحد فهاء السكت واجبة نحوره وقه لاستحالة الوقف على المتحرك والابتداء بالساكن وإن كانت على أكثر من حرف نحو بزه ورمه وخشه ولم يغزه ولم يرمه ولم يخشه فالحاء في نفلها ليست بواجبة لكنها ألزمها هنا منها في نحو ثمه ومسلمونه لأنك إذا لم تأتي بها سكنت آخر الكلمة بعد حذف حرف منها وهو إجحاف وهو في نحو أعه وأقه في قولك إن تعي أعه وإن تقي أقه ألزم منها في غزه ولم يرمه لأن الإجحاف هنا أكثر لو سكن العين وذلك بحذف الفائي واللام وإسكان العين وبعض العرب لا يرحقونها السكت من المتحرك الآخر إلا ما قدف من آخر شيء ولا يقفون على ما لن يحدث منه شيء كأنا ولعل وليت وسائر ما ذكرنا إلا بالإسكان وروا يونس وعيسى بن عمر أن بعض العرب يقف على المحذوف الآخر أيضا نحو اغذو وارني بالإسكان من غيرها قال سيبويه هذا هذه أقل اللغتين وإلحاق الهائف نحو علامة وإلامة وحتامة وبنى وفنما وعما أدود من حذفها لأنه خلف منها الألف كما حذف في نحو اغزه وارنه وخشه الحرف الأخير ويجوز إسكانها وإن صارت الميم على حرف واحد لأنها انتزجت بحرف الجر قبلها فصارتها معا كحسان لأن الجار لا ينفك عن المجرور وهذا المجرور لكونه على حرف صار كبعض حروف الجار فالاتصال حاصل من الطرفين وإذا وقفت على نحو مجيئة مجيئت فقلت مجيئة فالهاء لازمة كما في قه ورح لأن المضاف لكونه اسما لا ينتزج بالمجرور امتزاج حرف الجر بمجروره وتهدف هاء السكت عند الوقف في الدرج كهمزة الوصل إلا أن يجرى الوصل مجرى الوقف كقوله تعالى هلك عني سلطانه خذوه فغلوه وصلا وحقها السكون وإن وقعت بعد الأرف لأن اجتماع الساكنين محتمل في الوقف ويحركها من يثبتها وصلا بعد الأرف مجريا بالوصل مجرى الوقف إما بالضمة تشبيه لها دهاء الضمير أو بالكسرة للساكنين ورعي على الوجهين يا مرحباه بحمار أفراء وعنى سين الكسكسة وهي في لغة بكر بن وائل فهي السين التي تلحقها بكاف المؤنث في الوقف إذ لو لم تلحقها لسكنت الكاف فتلتبس بكاف المذكر وجعلوا ترك السين في الوقف علامة المذكر فيقولون أكرمت كس فإذا وصلوا لم يأتوا بها لأن حركة الكاف إذن كافية في الفصل بين الكافين وقومون العرب يلحقون كاف المؤنث الشين في الوقف فإذا وصلوا حذفوا وغربهم ما مر في إلحاق السين وناس كثير من تنين ومن أسد يجعلون مكان كاف المؤنث في الوقف شينا قال تبحك مني أرأتني أحترش لو حرشت لكشفت عن حرش وذلك أيضا للغرض المذكور وإنما أبدلوها شينا لأنها مهموسة مثلها ولم يجعلوها إذنوا مكانها مهموسة من الحق لأنها ليست حلقية وقد يجري الوصل مجرى الوقف فيقال إن مشي ذاهبة قال فعينيشي عينيها وجيبشي جيبها ولكن عظم الساق ميشي دقيق وأن حرف الإنكار فزيادة تلحق آخر المذكور في الاستفهام بالألف خاصة إذا قصدت إنكار اعتقاد كون المذكور على ما ذكر أو إنكار كونه على خلاف ما ذكر كما تقول مثلا جاءني زيد فيقول من يقصر تكذيبك وأن زيدا لا يأتيك أزيدنيه أو كيف يجيئك فهذه العلامة بيان أنه لا يعتقد أنه أتاك ويقول ذلك من لا يشك أن زيدا جاءك وينكر أنه لا يجيئك فكأنه يقول من يشك في ذلك وكيف لا يجيئك قال الأخفش إن هذه الزواية موضوعة لإنكار كون المذكور على ما ذكر فقط فإن أريد إنكار كونه بخلاف ما ذكر فهو على وجه الهزئ والسخرية فكأنه يقول كيف ما يجيئك زيد وأنت الجرير العظيم كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا قوله والأولى أن يقال إنه لإنكار كونه على خلاف ما ذكر لا على وجه السخرية وإنما تلحق هذه الزوابة بشرط الوقف والإنكار بهمزة الاستفهام فلا فصل بينهما وبين اسم المذكور فإن وصل الاسم بما بعده أو كان استفهاما على وجه الحقيقة لا على وجه الإنكار لم تلحق وكذا لا تلحق إذا فصل بين الحمزة والمذكور بقول أو ما يفيد فائدته نحو أتقول زيد أو أتتكلم زيد والأغلب مع حصور الشرائط وقصد إلحاق زياة الإنكار حكاية ذلك المذكور بلفظ وبحركته إعرابية كانت أو بنائية نحو أذهبته لمن قال ذهبت وأنا إليه لمن قال أنا فاعري وربما زيدت مدة الإنكار من غير حكاية اللفظ المذكور بل تلحق العلامة بما يصحه المعنى بلحاقها به من جلة كلامك فتقال لمن قال ذهبت أذهبتاه انتهى الشريط الرابع والثلاثون والأخير من القسم الثاني من شرح كافية ابن الحاجب لربي الدين الاستراباذي ولكم تحياتنا ترجمة نانسي قنقر